الأهل يحصد أول سلاس نقاط في مجموعته بدوري الأبطال أمام القطن الكاميروني بأداء مميز لكل اللاعبين ومدربه القدير مارسل كولا النهاردة الأهل يخرج بمكاسب كتير قدام القطن الكاميروني سلاس نقاط تعدل من موقف الفريق في مجموعته الأفريقية وهدف أول للمحترف الجزائري أحمد كنتوزي مع الفريق وهدف آخر يدعم بي لعبه الشاب رافت خليل بعد إخفاق منتخب الشباب مكاسب يقدر يبني عليها الأهل كتير في مشواره الأفريقية الطويل يعلم بحضراتكم حلقة جديدة من رقم 10 الأهل النهاردة يفوز على القطن الكاميروني 3-0 بأداء رائع ومميز لكل اللاعبين والجهاز الفني بقيدة مارسل كولا النادي الأهل عدل من وضعه نسبيا في هذه المجموعة بعد إخفاق أول أمام الهلال وتعادل أمام سانداونز أو ثلاث نقاط اليوم للنادي الأهل عشان يرفع رصيده للنقطة الرابعة مش متعودين على الأهل إنه يودع دور المجموعات مش متعودين على الأهل إنه يحصلوا إخفاق في هذه المرحلة المبكرة من دور الأبطال نعرف ونعلم أن النادي الأهلي باسمه الكبير كبير القارة الأفريقية ما يقفش عند هذه المرحلة وكان من الطبيعي أن يعدل النادي الأهلي من وضعه سريعا وهيعدل أكتر في مباراة سانداونز القادمة بإذن الله بس النهاردة المباراة ما كانتش مجرد نتيجة لأهل يكسبها النهاردة 3-0 بس الأداء رائع من كل اللاعبين والأداء أروع من مارس الكولر وأنا فيه اتنين النهاردة هقف عندهم كتير عشان بس تبقى مركز معايا في اللي جاي مارس الكولر أولا وعلي معلول سانيا مارس الكولر يحسب لهذا الرجل سواء اتفقت معه اختلفت معه قلت إنه مدرب كبير فنيا ولا قلت إنه عنده كسور فنيا قلت أو توقعت إنه هينجح نجاح باهن مع النادي الأهلي زي حالاتي أو قلت لأ ده مدرب ما يكملش كتير مع النادي الأهلي ومش على مستوى النادي الأهلي قول زي ما تقول قول الرأي اللي انت تحبه في مارس الكورة دي كورة والكورة بيب جارديولا بيختلفوا عليه يعني فيه ناس تقولك ده مدرب عظيم فيه ناس تقولك ده فهيلسوف زيادة وبيجود كل المدربين في العالم كل اللاعبين في العالم الناس تختلف عليهم بس فيه حاجة هي واضحة وضوح الشمس وضوح الشمس الراجل ده عنده قائمة للنادي الأهلي عنده قائمة قائمة لاعبين للنادي الأهلي بيستخدمهم كلهم مش بس علشان يستخدمهم كلهم لازم يبقى كلهم جاهزين كلهم جاهزين يعني ده مش من المدربين اللي بيعتمد على 13-14 اللاعب في كل المباريات لا كل اللاعبين يلعبوا وكل اللاعبين جاهزين هتقول لي لا يا كريم ما في مباريات النادي الاهلي ما قدمش فيها شكل جيد زي مثلا مباراة الداخلية مثلا عرسم ايه المثال زي مباراة الهلال زي حتى مباراة سانداون هتقول لي لا بس المستوى ما كانش جيد لا انا مقصودش انه الاهلي حلوا طول الخط مع مارس الكولر هيبقى عندهم مباريات مش جيدة نفس الامر انا بدي مثلا من بعيد اوي 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 عشان بس اربط لك يعني موبيب جردولة عنده ماتشات وعش جوزي مورينيو عنده ماتشات وعش انشلوتي عنده ماتشات وعش انا هنا بتكلم على جاهزية اللاعبين مش مستوى اللاعبين يعني ممكن اللاعبين على المستوى الفردي او حتى الجماعة يقدموا مستوى مش جيد بس اللاعب جاهز في الملعب جاهز انك في اي وقت تستخدمه ده بصراحة شديد ما كانش موجود على سبيل المثال عشان بس ادي المثال بفترة وريبة مع بيتسو موسيماني المدرب الناجح جدا مع النادي الاهلي انا هنا ما بقولش ان بيتسو موسيماني سيء ومرسل كرة كويس او مرسل كرة الحسن من بيتسو موسيماني لا انا بقولك ان ساعة بيتسو موسيماني كان بينجح بس بمجموعة قليلة من اللاعبين 13-14 لاعب ده قوام بيتسو موسيماني على طول خط لما حد من 13-14 لاعب دول يتصاب يحصل مشكلة لو اتنين يحصل مشكلة اكبر لو تلاتة تحصل مشكلة اكبر لو اربعة يحصل ما حدث في النادي الاهلي الموسم الماضي وقت رحيل موسيماني ان الاهلي تأثر جدا واضطرت ادارة النادي الاهلي بعد كده انها هتريح لعابيها طيب هل الاهلي يتعرض لضغط مباريات نعم اكيد بس ده قضر النادي الاهلي ده قضر النادي الاهلي المهم ان فيه مدير فني يتعامل مع الضغط ده بزكاء انه بيحاول يعمل تدوير طول الوقت في بعض الناس تختلف على التدوير طول الوقت بس هو عشان عارف الحالة البدنية الصعبة اللي بيتعرض لها لعبته بيبقى مضطر بس بشكل زكي انه يعمل تدوير كتير ويغير في كتير من اللاعبين عشان يقدر يقاوم هذا الضغط هتقول لي انت قلت تنص كلامك دلوقتي انه الضغط اللي على الاهلي ده طبيعي وده قضره اه قضره اه قضره ما هو ده النادي الاهلي النادي الاهلي اللي بيلعب في دورة الابطالة الافريقية النادي الاهلي بيلعب في كس عام الاندية الاهلي بيلعب في الدورة الاهلي بيلعب في الكاس الاهلي بيلعب في كاس الربطة النادي الاهلي اللي بيدعم بيلعبته منتخبات مصر الوطنية المختلفة ده قضر النادي الاهلي النادي الكبير زي ما هو قضر ريال مدريد اللي بيشتكي من الضغط ده قضر ليفربول اللي يورجان كلوب كان لسه من كم يوم بيشتكي من الضغط قضر منشستر سيتي قضر تشيلسي قضر برشلونا ده قضى للأندية الكبيرة إنها تلعب في عدد كبير من البطولات فتتضغط جدا فيبقى عندها إصابات وغيابات فلازم يبقى عندها البديل الكفر البديل الكفر ده ييجي إزاي بتجهيز من المدرب إدارة بتجيب لعيبة بس المدرب اللي يعرف يشغلهم كلهم ما يعتمدش على مجموعة ليلة من اللاعبين وبعد كيه يقول أصلا عندي إصابات أصلا ما عنديش لعيبة لعب بيها المطش الجاي أصلا كده ما هو مش هينفع أنت يا جماعة بتضغطونا ليه؟ لأ ما هو ده قضى النادي الآلي وقضى النادي الزماكن اللي يبقى في حالته بيشارك في كل البطولات قضى النادي الكبيرة طبيعي يعني فتحية كبيرة للمرس الكولر أنا ما شفتش من زمان مدرب عارف يجاهز القائمة بالكامل بالكامل جاهزة بالكامل أنت النهار ده شايف اللعيبة كلها يعني مثلا عديك مثال برضو عشان أقرب لك الصورة شوية في النادي الآلي أنت عندك أكرم توفيق غاب للإصابة كريم فؤاد أجيب لك من بدري كريم فؤاد غاب للإصابة طهر محمد طهر غاب للإصابة دي جابها هي جابها يومنا لقيت محمد هاني ولقيت حسين الشحات ولما رجع برسته ودخل على اليمين وهتلاقي في جابها وأنا هنسى أسماء بس في جابها اتعمرت كان عندك السنة اللي فاتت معضلة في وسط ملعب النادي الآلي الآلي كان يعتمد على سراسي واضح أديو جانج عامل سرايا حمدي فتحي لو اتنين تصابوا فيه مشكلة لو واحد تصاب برضو فيه مشكلة لو التلاتة بقى غابوا هيبقى عندك مشكلة كبيرة دلوقتي بقى الأهلي عنده أديو جانج جاهز حمدي فتحي جاهز وعمل سرايا غايب للإصابة ففيه أحمد الكندوسي جاهز فيه مروان عطية جاهز ده دي الأسماء أنا برضو بقولك وقفشة دلوقتي عشان بلعف نص الملعب جاهز كوكا النهاردة شفنا نازل الملعب في وسط ملعب جاهز فمبقاش فيه مشكلة في وسط ملعب النادي الأهلي ده حتى الظاهير الأيصر اللي فيه علي معلول اللي الأهلي من سنوات ما عندهش بديل لعلي معلول مع كامل احترام لكل الأسماء اللي كانت موجودة على الدكة محمد أشرف لما تشوفه في المباتل اللي لعبها وحط النهاردة في الجزء لعبه مش هقولك قريب من علي معلول ولا هقولك زي علي معلول بس هقولك الجاب مش كبير مش واسع أوش مش واسع يعني يعرف الرجل يقدي لو علي معلول غاب المهاجمين والله عنده مشكلة في المهاجمين هلعب كهرباء هلعب شريف هلعب بيرسيتايو هلعب حتى برونوس هلعب اي حد يلعب في الخط ده الجناح الايسا الجناح هتلاقي بقى في النادي الاهلي اي لعب يغيب ما فيهوش تأثير واضح النهاردة عبدالقادر بيغيب ناحت الشمال مع طهر محمد طهر قام بالواجب ناحية التانية بيرسيتايو بيلعب على يمين مكان حسين الشحات لو قفلت خالص هلعب شريف جناح واحد كزا دي او ده المدرب اللي بيشتغل يا جماعة مش المدرب اللي بيرسس اسماء عنده 12-13 اسم كده كده هم اللي لعبه كل مطش ويتقال عليه مدرب في الآخر لا انا بجاهز كل لعبتي فبصراح انا معجب بمارس الكورة عشان انا بقى امين يعني معجب ما عرفش طبعا مسيرته مع النادي الاهلي بقى فيها نجاحاته ولا بس انا معجب به من حيث المبدأ يعني نا بالنسبة لمرس الكورة النهاردة اشهادات كبيرة بكل لعب النادي الاهلي واكلم عنهم كلهم بس اهم واحد بالنسبة لي هو علي معلول علي معلول اعتقد هو مش احسن صفقة او احسن محترف جين النادي الاهلي يعني فيه ناس تقولك ايه ده احسن محترف جين النادي الاهلي فيه ناس تاني تقولك ده واحد من اللاعبين المهمين جدا الصفقات العظيمة اللي عمالها النادي الاهلي اخر عشر سنين واحد تاني يقولك والله ده يتحط في قائمة افضل زهير ايسر جنب في تاريخ النادي لأي كلبوس بتحط أو بتحط مسميات لعلي معلول في رأيي إن علي معلول واحد من قائمة في أعظم لعب النادي الأهلي على مرة تاريخ طيب هل أنا ببالغ تعني مشيها واحدة واحدة الراجل ده على ما أتذكر انضم النادي الأهلي على ما أتذكر في 2014 أنا بجيبها بالذكرة أفضل واحد أو 2016 علي معلول 2016 أفضل واحد يبقى مفتاح لعب للنادي الأهلي أفضل واحد يعمل عرضيات أفضل واحد سبات في المستوى أكتر واحد شارك في مباريات خلال هذه الفترة من 2016 والأهم بالنسباني فعلي معلول شخصيته شخصيته ده لاعب إن هو صغير بلعب في منتخب تونس الكبير ده لاعب إن هو عنده 22 أو 23 سنة هو كابتن لفريقه كبير الصفاكس التونسي فعنده كمان صفات قائد النهاردة المباراة متسهلة على النادي الأهلي ولحد آخر اللحظة بيصنع هدف لحد آخر اللحظة في منطقة هجومية جيدة يدافع كويس يهاجم كويس مركز طول الوقت شخصية كبيرة لا هو مرة تشوف علي معلول عنده رعونة في الأداء ولا في مرة تلاقيه مثلا بيتهرب من المشاركات ولا في مرة تحس إن عنده إيجو عائل كده وأنا عالي معلول ده أنا أهمي لعيب في النادي الأهلي ولا الهوى شخصية رائعة بجانب مستوى الرائع هو شخصية رائعة هتقول لي لأ يا كريم بس معالي معلول في مطشات لعيبها مش كويس طبعا طبعا يعني في المسيرة دي ليه مطشات مش كويس بس مثلا مثلا يعني لو قلتلك لعب 200 مطش مع الأهلي هو أكتر من كده لعب 200 مطش مع الأهلي تفتكر النسبة بتاع تعالي معلول في 200 مطش إنه يطلع فيهم مش كويس هتبقى قد إيه بالكتير بالكتير يعني 10-15 مطش ودي نسبة رائعة رائعة بيعملاش لعبين كبار أو بيعملوها اللعبين الكبار في العالم يعني دي نسبة رائعة محترف 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 أصلي علي معلول محترف أصلي مش المحترفين المضروبين محترف أصلي بيقولولي كبان هو نعلي معلول ساهم في 108 هدف مع النادي الأهلي إيه الرقم ده سواء بالتسجيل أو بالصناعة طبعا رقم كبير وضغم لزهير أيسر رقم رائعة وبمناسبة المحترفين النادي الأهلي النهاردة بدأ المباراة بأربع محترفين برستاو ألو جانج علي معلول أحمد كونتوسي والأربعة مهمين والأربعة مميزين هنا هنا نشيد بإدارة النادي الأهلي إحنا دائما ننتقد كل إدارة الأنداء بما فيهم الأهلي والزمالك على المحترفين اللي بينكو صين مضروبين زي برونو سافيو بالمنازمة برضو في النادي الأهلي يعني زي ما بشيد بالمحترفين اللي كانوا بلعبوا النهاردة برونو سافيو مش لعب جاية مش محترف جاية والدليل لنهاردة حتى مع التغيات حتى مع ضمائي النتيجة برونو سافيو ما بشاركش قاعد عبدك والمباراة الماضية كان مستبعد تماما وستبعد من كاسة عاملة ده عشان برضو حتشقول انت كريم بتقابوا اللي في الكلام هو لعب مفاتش النادي الأهلي طيب أنا ليه بقولك كلمتين دول من الأربعة المحترفين اللي كانوا بيلعبوا النهاردة في تشكيلة النادي الأهلي أليو جانج لاعب دولي مالي علي معلول لاعب دولي تونسي أحمد كندوسي لاعب دولي جزائري احنا قلنا مين أليو جانج وعلي معلول وأحمد كندوسي وبرسي تاور الرابع لاعب دولي من جنوب أفراق أليو جانج اللي أهلي جايبه صغير في السن أحمد كندوسي اللي أهلي جايبه صغير في السن علي معلول الاهلي جايبه صغير في السن بيرسي تاو انت جايبه من انجلترا اساس فرقته هو اهم نجوم سان داونز قبل ما يروح انجلترا واحد من اهم نجوم المنتخب بالجنوب افريقيا منسيد كمان كريستو اللي بلعب مع منتخب تونس للشباب دلوقتي لعب دولي وصغير في السن فدي المعايير او دي الصيغة اللي يتضم بيها المحترفين الاهلي والزمائل اللي كان مصر والاسماعيل اي نادي معايير تجايب لعيب صغير فهذا تستفيد منه في المستقبل دولي فانت متأكد انه هو مستوى يعني يليك بفريق كبير فدي معايير ما تجيبش واحد وخلاص ما تجيبش واحد وخلاص لو انا بالمعايير انا قلتها دي صغير في السن لعيب دولي عنده شخصية ممكن تستفيد منه فنيا وماليا ان انت تعيد بيها وبعد كده دي اللي ايب اللي انا قلتها لكن واحد زي برونو سافيو بس انا انا يعني ايه لما يبقى عندك خمس محترفين او ستة بكريستو ويقع منك واحد ممكن انا اتقبلها ما تعدي تعدي وان كان بما انك هتدفع ملايين الدولارات لقى تبقى حريص جدا فاي محترف تجيبه جدا منفع شو احد منك يقع واشد جدا لو تفتكروا بادارة النادي الاهلي رغم ان طبعا كل جميع النادي الاهلي انتقدت هذا الامر جدا انها لما ملايك واشدت بكلر كمان كلر اهم كمان من موقف ادارة الاهلي انه لما قدرت النادي الاهلي قدرت التعاقدات في النادي الاهلي ما قدرتش تجيب مهاجم في فاطة الانتقالات الشتوية بالمواصفات اللي عايزة مرسل كولر ما جابوش اه ما تجيبش يعني ما تبقاش مضطر تجيب محترف لو مش هحسن من اللي عندك ما تجيبش اه الاهلي لسه محتاج مهاجم اه طبعا بس ما كانش فيه يعني ما كانش فيه فاطة الانتقالات الشتوية الصعبة دي في الشراء إن أنا أشتري مهاجم كويس ما تجيبش خلاص بلاش على فكرة نفس الأمر بالنسبة لنادي الزمالك لنادي الزمالك في محترفين بيجوا سيئين جدا عشان جم من غير معايير عشان جم سامسون أكينولا ده أكيد جي من غير معايير طيب بس برضو ما هو الزمالك ده اللي جاب أشرف من شرق الزمالك ده اللي جاب فرجاني ساسي ده على سبيل المثال معايير أنا جاي بلعيبة دولية وصغيرة في السن هتفدني كمان لو قدام وعندها خبرات واي واي يا جماعة النهار ده فرحت إنه كان في مطش الآلي والقطن في أربعة محترفين في جوه أرض الملعب في التشكيل الأساسية أنا بتجنن ليبع عنده محترفين ويمة عادين على الدكة ييمة برق قايمة خالص أنت جاي ودفع لهم ملايين دولارات وخليهم وغدين أماكن لعبين مصريين عشان ما تستفدش منهم ما تبقى حاجة في منطقة صعوبة مش مفهومة فحلو إن احنا نبني على ده ويبدو كده إن الأمور تحسنت وعدك تليل إن الأمور تحسنت هتلاقي دلوقتي في المصري في محترفين كويسين هتلاقي في إنبي في محترفين كويسين هتلاقي في المقاولين في محترفين كويسين ممكن روحي ده أو اتنين بس واضح إن اللي بيختار بقى حريص وأعتقد إن الحرص هيزيد الفترة اللي جاي هيزيد أكتر الفترة اللي جاي ننفعش وإحنا كلام نتكلم في أمور أزمة اقتصادية مصرية وعالمية إن نحن نصرف فلوس على الفترة لا نصرفها في المضمون في المضمون ما فيش مانع إنك بالعكس أنا مع فكرة على فكرة إنه يبقى فيه لعبة محترفين وأنا قلت قبل كده وده رأيي برضو أنا عايز تزود المحترفين أكتر من العدل الموجود كمان ده هيقوم المسابقة وهيقوم كمان من اللعب المصري في المنافسة بس تجيب الصح بيبقاش محترفين وخلاص مش عدد وخلاص ده في ما يخص النادي الأهل النهاردة العمل مباراة محترمة جدا هدف الأول كان ليه محمد شريف زي ما قلت حراركم في الدقيقة الأولى وبعا كده أحمد كندوس سجل هدف الثاني في الدقيقة أربعين وفي دقيقة 92 سجل رأفة خليل هدف تاعت وعلى فكرة مشاركة رأفة خليل النهاردة كانت مشاركة زكاية جدا من مرسل كرة اللاعب جاي من منتخب الشباب اخفاق كأس الأمم الأفريقية حالته المعنوية أكيد مش جيدة عنده إحباط كبير عنده انتقادات كسيرة للمستوى فإنك تشركه في وقت انت ضامن في المباراة وكمان ربنا يكرمه ويسجل هدف انت حولت مصاره النفسي تماما فده برضو زكاء من مرسل كرة المدير الفني للنادي الأهل طيب رأفة خليل بقى مين بقى رأفة خليل عشان الناس برضو اللي لسه متعرفتش عليه أوي صاحب هدف الأهل الثالث النهاردة في مباراة الكتن هو لعب زي ما حرقكم شايفين نعرض من موليد 2014 عام 2019 سنة بيلعب في مركز الجناح والظهير نضم إلى قطاع النشئين في النادي الأهل عام 2012 بعمل 8 سنوات بينما شارك الأول مرة مع الفريق الأول الموسم الماضي أمام انبي تحت قيادة ريكاردو سوارش لعم مع النادي الأهل حتى الآن ستة مباراة بواقع 138 دقيقة سجل خلالهم هدفين تلقى دعوة من نادي سبورتين لشبهونا من أجل القضاء فترة معايشة بعد مشاركته مع منتخب مصر للشباب في البطولة العربية أغسطس من عام 2022 بطولة العربية طوام مش بطولة الأفريقية طيب موقف النادي الأهلي بقى موقف النادي الأهلي في هذه المجموعة النادي الأهلي النهاردة وصل لأربع نقاط تعالوا نروح لسيناريوهات تآهل الأهلي إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد فوز اليوم يلا بنا أولا حل حقق الآلي ألفوز في الثلاث مبارات المتبكية سيضمن التاهل إلى ربع نهائي كونو سيصل إلى النقطة 13 ووقتها سيضمن السعود دون النظر إلى النتائج الأخرى إن شاء الله ثالث سنيا حل حقق الآلي ألفوز في مبارتي الهلال والقطن والتعادل في لقاء سندون سيصل إلى النقطة 11 ووقتها سيحتاج الآلي لتعصر الهلال السوداني في أي مبارتي أمام القطن وصندون حل حقق الآلي ألفوز في مبارتي الهلال والقطن وخسر أمام سندون سيصل وقتها إلى 10 نقاط وسيحتاج وقتها أن يخسر الهلال أمام سندون أو القطن الكاميروني اللي يجمع 9 نقاط فقط دا الهلال رابعا حل حقق الآلي ألفوز في مبارتي الهلال بفارق هدفين والقطن وخسر أمام سندون سيصل وقتها إلى 10 نقاط وتعادل الهلال أمام أي من سندونز أو القط سيصل إلى عشر نقاط وهنا سيتم الى احتكام لمواجهة المباشرة التي ستصب أيضا في مصلحة النادي الآن يعني في فرص خامسا حلحقق الآلي الفوز في مباراة الهلال وتعادل أمام المريخ وخسر سندونز وقتها سيصل النادي وتعادل أمام بقى القطن وخسر سندونز وقتها سيصل النادي الآلي إلى تمام النقاط وسيحتاج ألا يجمع الهلال وقتها سلاس نقاط من مباراة القطن وصندونز حتى لا يصل إلى النقطة التساعدية غلطة إملاقية عادي بتاعت المريخ دي طيب نادي الأهلي مرسي كله النهاردة أشاد بلعبه وأشاد بالمستوى اللي قدمه الفريق وقالي أن فرصة الفريق قائمة الفترة اللي جاي طيب مواجهة صندونز بالمناسبة مواجهة صندونز هتكون يوم السبت القادم وهي مواجهة مش هتكون سهلة على النادي الآهلي بس محتاج فيها النادي الآهلي أنه يكون في أفضل أحواله صندونز خطير جدا على معابه المباراة وقام فيه النهار وأنا رأيي أن دولاري رايح يكسب اشتعادوا بقى وهزيمة ونبص على الحزبة وكسب والباقي هيبقى سهل إن شاء الله بعد مواجهة جنوب أفريقيا يوم السبت اللي جاي طيب تعرفين نادي الآهلي كان أعلن موقفه عن الانسحاب من البطولة العربية أو عدم المشاركة بمعنى أدق يعني أو بلفظ أدق يعني في البطولة العربية القادمة بناء على طلب من مرس الكورة المدير الفني اللي شايف إنه الآهلي فريقيا بي محتاج معسكر بعد نهاية الموسم ومش محتاج إيجاد بنني وإنه عايز حافظ على اللاعبين خلال هذه الفترة فالنادي الآهلي خرج من الحسابات أو أخرج من حساباته هذه البطولة العربية في الوقت ده بعد الاندية المصرية بدأت تطلب أو تعرض إنها تكون موجودة بحقها بحسب تصريحات أو بيانات هذه الاندية إنها تشارك في البطولة العربية بدلا من النادي الأهل واحدة من هذه الاندية هو نادي أسوان اللي كمان أبدأ رغبة في المشاركة في هذه البطولة العربية كله نادي جماهيري وبالتأكيد هو نادي جماهيري كمين نفهم أكتر من الأستاذ إهام منصور عدو مجلس إدارة نادي أسوان يا فندم مشرف ومنور أخبار حضرتك كله بخير قولي بقى نادي أسوان هل فعلا عنده رغبة إنه يشارك في البطولة العربية هل فعلا أقدم طلب للمشاركة في البطولة العربية وأسباب نادي أسوان للتقدم بأي هذا الطلب هو طبعا أحنا عرفنا أن البطولة دي عايزة عنديها جماهيري وطبعا كان مشارك الأهلي وقريبا الجمالك بالمطر وكان فيه فرقة ثالثة المفروض فحنا تقدمنا بطلب أننا نشارك كفرقة جمعرية النهاردة برضو أسوان كابتن يعني أنت شايف أسوان جمهور أسوان النهاردة طبعا آه يعني في إحتياد وفي اهتمام كبير جدا بالفريق ككورة برضو أحنا النهاردة يعني أسوان بتلعب كورة نصف الجدول تعتبر يعني فأسوان بتلعب كورة من حقينا أننا مثلا يعني نطالب بحاجة جيدة طيب هل حضرتك سألته الأول نادي أسوان سأل ما هي المعايير اللي بيتم بها اختيار الفرق في البطولة العربية ولا انتوقعته فقط أنه هو الاختيار بيتم بطريقة تخص ناحية الجماهيرية للأنديها اللي هتشارك في البطولة لا هو كان الكلام كله أنه مطلوب فرق جماهيرية يعني دي الحاجة اللي احنا استدقنا عليها أو الحاجة اللي احنا كدنا عليها القرار أنه احنا كدنا الجماهيرية اه الكلام كله الكلام كله تقصد ده اتحاد الكورة اللي قبلغكم كده كلام من الاتحاد العربي ولا تقصد أنه ده الكلام المنتشر أنه هم عايزين فرق عربية لا 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 الاتحاد يحنا بلغنا من الاتحاد الكورة والاتحاد العربي احنا الكلام المنتشر واحنا كان مطلب جماهير برضك من جمهور أسوان ان احنا لازم نشارك وان احنا جمهور تبير وان احنا فرقة برضك حالياً دلوقتي نعتبر فرق يعني عندنا لعيبة وعندنا مدرب على مستوى وعندنا لعيبة برضاً يعني لعيبة كبار فإننا نحن نشارك في حاجة زي كده لكن نحن مفيش أي حاجة جاتينا يعني رسمي من أي حاجة صحيح طيب سيدهاب تعالوا نروح لي الأسوان في الدوري بقى أسوان في الدوري بالنسبة لكم مطمئن وضعوا في جدول ترتيب الدوري النتائج في الفترة الأخيرة مرضية بالنسبة لكم ولا مش رضيين بنسبة 100% على أضاء أسوان هذا الموسم لا الحمد لله يعني في اطمئنان طبعاً يعني نبقى في البقاء في الدوري الشهادة إن شاء الله بإذن الله اللعيبة طبعاً يعني عندهم حماس وعندهم كلهم تفكيرهم أن هم يأخذوا مش في البقاء يعني اللعيبة دلوقتي وصلت لمرحلة أنها بتدور على أنها تأخذ مركز من المركز اللي فوق يعني تفنش الدوري بمركز كوي موضوع البقاء ومش البقاء ده يعني كان ممكن في فترة من الفترات وأسوان لكن دلوقتي محطة علية شوية محطة جمهور علية جامد جمهور أمنيته للأسوان يلعب في المربع يكون في المربع جمهور اسمه ده العيبة طبعاً محطة علية جداً يعني من بعد المكاسب والأداء الجاية فاهم إزاي؟ صحيح فطبعاً لا يكون محطة علية جداً صحيح طيب أستاذ يهب بسألك عليك كابتن أيمن الرمادي كابتن أيمن الرمادي هو مستمر مع الفريق لنهاية الموسم ولا هيبقى فيه تجديد للتعاقد للموسم القاضي إن شاء الله لا 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 كابتن ما فيش الكلام ده خالص كابتن أيمن مستمر مع الفريقة وكابتن أيمن يعني عمل توليفة من اللعيبة بطريقة اللعب معين واللعيبة خدت على طريقته وخدت على العيبه وده هو عارف الكلام ده كويس صحيح فما فيش الكلام ده خالص إنه هو يمشي في الوقت ده كده يعني خالص آه لا لا عمش بقول إنه يمشي بقى هلا هيبقى فيه تجديد للكابتن أيمن للموسم اللي جاي يعني تجديد مباكي للموسم اللي جاي لا تجديد ده تجديد ده لوقت ده صعب يعني إن شاء الله لو ربنا كرم لو بقينا في البقاء حيبقى فيه كلام إن شاء الله أستاذ عام منصور عدو مجلس دارة نادي أسوان أنا بشكر حاجة شكرا جزايا على هذه المداخلة بالمناسبة بالمناسبة لعملوا النادي الأهلي بالانسحاب من البطولة العربية بعض الناس رأووا إنه موقف كان ممكن النادي الأهلي يشارك في هذه البطولة إنه أو عفوا أنا دايما بقولي انسحاب بس هو اعتذار عن المشاركة في هذه البطولة عشان البطولة لسه أصحاب ما بتقيتش عشان حد ينسحب بس أنا بختار ألفازي يعتذر النادي الأهلي عن الانسحاب من البطولة العربية في بعض الناس يشوفوا إنه ده كلام كان الأهلي يشارك في البطولة أفضل جواز مالية ضخمة وكبيرة منافسات عربية قوية ده رأي في رأي تاني يقول لك لا 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 هيبقى مرهق لقالي بشتك من ضغط المباريات وتلاحم المواسم فمش مستحمل بطولة جديدة ممكن يدخل فيها إدارة النادي الأهلي بحسن معلوماتي وباقي كده لك يعني أو عشان معلوماتي جايبها من أعضاء في مجلس يعني أو ناس موجودة في مجلس إدارة مش كلهم يعني بعضهم إنه آه ليه لا ما نشاركش وكده كده النادي الأهلي كإدارة هي بتحاول دايما تزيد من موارد النادي المالية ودي مشاركة ممكن النادي الأهلي ياخد فيها مكاسب مالية كبيرة فطبيعي أي إدارة هتبقى حابة تشارك في البطولة بس إدارة النادي الأهلي اللي عايزة ده اللي عايزة المكاسب المالية هي هي الإدارة اللي وفقت على قرار مرسل كرة الموديل الفني للفريق إنه الفريق ما يشاركش في هذه البطولة عشان بحصلش إصابات أو إرهاق أو تلاحهم للمواسم ببساطة الدنيا سهلة أنا بصراحة لما شفت البيان قد شغل محترم ليه؟ إنه إدارة عندها توجه إنها تشارك في البطولة لأمور مالية طبيعي كل نادي بيديتدور على زيادة موارد المالية طبيعي جدا بس فيه مدير فني بيقول لا أنا مش عارف أشتغل لو شاركته في البطولة دي فخلاص ما فيش اشتراك في البطولة دي ببساطة وهدوء وزكاء واحترافية طيب هل ده معناه إن الأندية اللي هتشارك في البطولة مثلا لو افترضنا إن الزمالك هتشارك في البطولة طرعي الجيش برمز أسوان إسماعيلي أي نادي هيبقى غلطان بقى إن هو شارك في البطولة لا طبعا ليه؟ عشان كل نادي أضرب ظروفه كل يوم دير فني أضرب لعبته يعني مثلا لو فريرة قال والله لا أنا لعبت تقدر تشارك في البطولة العربية أنا عندي لعيبة شباب قادرة اللهم الفتر اللي جاي فهيبقى عندي زيادة في اللاعبين فممكن أشارك في البطولة أو اثنين وثلاثة إدارة عايزة تزود مواردها المالية أكتر نفس الأمر على الأسوان نفس الأمر على الإسماعيلي أي نادي هي الفكرة كل نادي له موقفه على حدة وحسب ظروفه شايفين ناس تقولك إيه؟ وإنت هتشارك في البطولة ونمشي شارك لا ده أنا أحسن منك وإنت اللي أحسن منك مفيش كده هي ببساطة شديدة كل واحد هو قدرة ببساطة شديدة بظروفه لا ده صح ولا ده غلط ولا ده صح ولا ده غلط الصح إيه؟ إنك تشوف اللي في مصلحة فريقك طيب نروح لأخبارنا النهاردة ويهي البرتغالي فيتور بريرا المفروض هيكون رئيس للجنة الحكام أو اللي هيمسك لجنة الحكام إن شاء الله في الفترة القادمة بعد كلاتنبرج هيكون موجود في القاهرة يوم لتنين اللي جاي عشان يستلم مهام عمله في اتحاد الكرة بعد توقيع العقود بشكل رسمي العقد مدته موسم ونصف الموسم يعني خبيل أجنبي الجديد مستمر في لجنة الحكام لنهاية الموسم المقبل فيتور بريرا الموديل الفني الجديد أو الرئيس الجديد للجنة الحكام هيكون كمان زي ما بيتقال دائما مطور للتحكيم المصري أو منظومة التحكيم المصري زي ما قلنا رحالكم بعد كده بريرا هيحصل على راتب شهري قدره 18 ألف دولار خالصت الضرائب حلال عليك المهم نشوف تطوير ونشوف تعديل لمنظومة التحكيم بإذن الله الفترة اللي جاية يا رب نشوف بس نساعده بس نساعده بإذن الله طيب أفضل لاعب في مصر أفضل لاعب في العالم أفضل لاعب في الكوكب إحنا بقى عندنا أفضل لاعب في دوري اسمه دوري مراكز الشباب تركز معي في دوري اسمه في مصر مراكز الشباب لو حرج ما تعرفش وفيه أفضل لاعب في هذا الدوري أفضل لاعب في هذا الدوري هيسافر إلى فرنسا لقضاء فضرة معيشة مع نادي بيسية ده نادي فرنسي موجود في دوري الدرجة الثانية في فرنسا تأسس عام 1905 وده نادي من الأندية العريقة قبل كده وكسب كاس فرنسا قبل كده عام 1980 وخرج منه مايكل إسيان طبعا النجم الغاني الكبير والكاميروني أليكساندر سونج أسماء عظيمة جدا خرجت من هذا النادي وفكرت يبقى عندنا دوري مراكز الشباب تمام دوري مراكز الشباب بيطلع علينا لاعب موجود في أوروبا فتحية لوزارة الشباب ورياضة على هذه الخطوة وتحية طبعا لللاعب نفسه اللي اسمه محمد عاطف اللي بإذن الله يبقى موجود ومكمل فيه الدوري فرنسا هو مكمل في أوروبا ويبقى واحد من اللاعبين اللي يفيد الكرة المصرية هو من محافظة الخارجة بمحافظة الوادي المركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد وهو اللي خد أفضل لاعب فيه دوري مراكز الشباب عن الموسم الماضي هايسافر بإذن الله فرنسا لقضاء فضلة المعايشة مع نادي بيسية وبإذن الله يعمل شغل عظيم جدا طيب إيه الحكاية بقى النهاردة وزارة الشباب ورياضة أعلنت عن سفر محمد عاطف إلى فرنسا ده تنفيذا لتوجهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرعاية المتكاملة للمواهب حقيقي هقولك حاجة بصراحة وهقولك حاجة بصراحة الدولة بكل أجهزتها بكل العاملين فيها بتدفع جدا لفكرة إن احنا نبحث عن مواهب شفنا ده في دولة مركز الشباب ورياضة دولة مركز الشباب ورياضة عفوا مركز مركز الشباب شفنا ده في برنامج الكابيتانو شفنا ده بشكل واضح ده مين اللي بيعملوا الدولة بأجهزتها بس الدولة برضو دي هو اتحاد الكورة دور اتحاد الكورة إنه هو كمان يشد معانا بس الدولة في منطقة تانية خالص في منطقة ما كانتش متشافة اللي تحت بقى عارفين دايما لما كنا نتكلم على إن الكورة يا جماعة مش موجودة في الكاهرة مش موجودة في أهلي وزمالك والأندالة موجودة في الكاهرة الكورة تحت في الأرياف وفي الكورة هتلاقوا النجوم وهتلاقوا المواهب شفت إحنا المواهب اللي رايحها فرنسا دي جاي من الوادي الجديد بس اللي يدور واللي يتعب وده اللي عملته وزارة الشباب ورياضة مع مراكز الشباب ويجري قياسات واختبارات لمدة أسبوع في النادي الفرنسي إن شاء الله لما يكتزها هيتم إجراء البحصات التبية عليه ويتعامل معاه تدريبات متخصصة لمدة أسبوع إن شاء الله بإذن الله الأمور تبقى جيدة بالنسبة له ويخش تدريبات فريق بيسيا الفرنسي لمدة أربع أيام وبعد كده لو نجحت هذه المرحلة هيتم التعاقد معه عبر القنوات الرسمية طيب عشان نعرف عن الموضوع ده أكتر عن الإنجاز ده أكتر معانا على الهاتف الآن اللي بقى نجمة هو اللي بقى نجمة خالص ده طالع على فرنسا زي وزي كل اللاعبين المحترفين في مصر أفضل لاعب فيه دوري مراكز الشباب محمد عاطف لاعب مركز الشباب الخارجة بمحافظة الوادي الجديد محمد مشرف ومنور وبهنيك مليون مبروك على جائزة أفضل لاعب وعلى الصفر لفرنسا حبيب أستاذ كريم ربنا أخليك الله بقيت مع حضرتك يا رب كله تمام؟ كله تمام أنا هجيم من الآخر مش هجيم من الأول وحنروح للأول بس من الآخر كده لما جالك الخبر ده إنك هتطلع فترة معايشة في نادي عريق في فرنسا له اسمه في فرنسا تلقيت هذا الخبر إزاي؟ لا واحد ما عارف يقول ليه فراحة لكن اتضمت يعني اتضمت يعني كانت تضمة كبيرة جدا إنك من دور ملاك الشباب تجيلك فرصة إنك تروح تلعف نادي كبير زي ده يعني أي حد هيجيه الخبر ده لازم هتصدم يعني هتصدم الفرحة أكيد هتصدم الفرحة كنتش مسدقة في الأول طيب محمد قولي بقى البداية كنت إزاي يعني إزاي اشترقت في دور ملاك الشباب إزاي تم اختيارك احكي لي بقى من الأول للآخر كده عشان نشوف هذا الإنجاز العظيم اللي وصلك في الآخر إنك تروح فترة معايشة في فرنسا الله إحنا بدأنا أول حاجة في البلد أنا ما كنتش عامل سابق أصلا إن أنا هدخل أنا بلعف نادي بطرق الأسيوط منفذ به وما كنتش عامل سابق أصلا إن أنا هدخل ملاك الشباب في ناس أثرت يعني عندي في البلد إن أنا أخش وفيها قرصة وأنه متشفوك وفيه كنا نسمعنا عن الخبر ده اللي هو فيه أفضل لاعب وفاعة وخش ويمكن تكون فرصتها جديد هيل دخلت في المشوار وبدأت معاهم مطشات واخدنا البطولة على مستوى المحافظة وعكا بدأنا التصفيات بعد أول مطش لعبناها في التصفيات على مستوى الجمهورية نزلوا أفضل عشر لاعبين على مستوى الملاكس كلها كنت أنا من ضمنهم بعد كده في ضمن العدي مطش وراء الثاني مطش وراء الثاني أعلنوا بعد كده عن أفضل ثلاث لعبين واتقدمت إن أنا منهم يعني بعدين على طول بدأت واحدة واحدة بعد كده يبدأ الكلام بتاع بدأ يكلموني إجهز الموضوع دخل في إيه لك إنت واللعبين اللي معاك اللي اثنين الثانيين ركز وشد بحيلة يمكن أنا الوحيد بس اللي وصلت منهم للنهائي اللي اثنين اللي كانوا معايا هايل اللي اثنين طرعوا من نص النهائي هايل أنا بس اللي وصلت لنص النهائي هايل 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 بس والعبين النهائي يعني كانت أستاذ القاهرة يمكن أكيد كل سمع عنه طبعا وبعد البتاع أنا بعد المبارنبة شرطة القسمستاني طبعا أعلاني النتيجة وصدمت فعلا يعني يعني ما قدرش أقول لك والله كانت فرحة سبيرة جدا أول ما أعلنوا اسمي أن أنا أفضل لها في دور ماكي الشباب ومسافر فترة معايشة ها يعني كان خبر يعني مش عارف أقول لك إيه والله بس فعلا الواحد يعني شرح فرحة يمكن حتى بانت في التلفزيون والله صحيح محمد هو أنت مركزك إيه وعندك كم سنة أنا وليسة هم كمل واحد وعشرين سنة واحد وعشرين سنة هل بعد البطولة دي بطولة مراكز الشباب جالك عروض من أنداف مصر حد تتكلم معاك كان فيه كلام أيوه كان فيه كلام آه بس أنت كنت مستني طب هل أنت كنت عارف أن أنت هتروح فترة اختبارات في نادي في أوروبا لو خدت أفضل لعب اتبلغت بدا أنا اتبلغت الزئب لها فعلا آه اتبلغت آه كنت عارف أن أنت لو خدت أفضل لعب هتسافر بر أيوة عشان كده حتى أي حد كان بيكلمني على أي نادي أنا مرتبط أصلا بنادي وماضي عادي مع نادي بشراء السيوط آه تحت قادرة المدار الشامب منهم فما كنتش أقدر أتكلم مع أي حد يعني غير لما شوف الأول موضوع فترة المعايشة هاي أنت المفروض المفروض يا محمد هتسافر إمتى المفروض السافر بكرة بإذن الله هتسافر بكرة آه بإذن الله قل لي بقى قل لي وانت راجل عندك 21 سنة لوقتي وعملت فكر وتحلم قل لي وانت رايح تسافر وهتركب طيارتك رايح على فرنسا قل لي كده اللي انت بتفكر فيه عشان حالة نفس مكانك يعني أنا أول حاجة بفكر فيها أن أنا يعني هو مش رايح رحلة أيوة يعني مش طلع خصحة كده يومين ولا أربع تيام مراجعة لأنا رايح هناك أحاق حلم يعني إن شاء الله وحلم البلد كلها حلم المحافظة كلها حص رادي الجديد عن متن يعني ومصر كلها إن شاء الله هيل هيل يعني أنت رايح وإن شاء الله ما ترجعش إن شاء الله ترجع بها وانت بتشارك مع المنتخب الوطني آه ترجع وانت بتشارك مع المنتخب الوطني بإذن الله بإذن الله بإذن الله بس أنت رايح واخد قرارك إن شاء الله ده قرار أنا مش رايح فسحة يعني الله ينور عليك ده كلام حلوة اوي ومشجع جدا وان شاء الله باذن الله اقول هنا خبر رسمي انت اتعايت مع النادي باذن الله باذن الله نفسك تبقى زي مين ان شاء الله في اوروبا اكيد محمد صلاع اكيد محمد صلاع ان شاء الله باذن الله ان شاء الله يا رب محمد عاطف بطل وافضل لاعب في دوري مراكز الشباب اللي ها يحترف ان شاء الله اوه رايح بطرة اختبار باذن الله في فرنسا غدا بإذن الله يكون زي محمد صلاح يبقى عندنا ألف محمد صلاح بإذن الله يعني بصراحة بصراحة يعني يعني هو مش كلام اللي هو كلام الجمل الجميلة الحلوة اللذيذة بس لازم نشيد الموقف أو الخطوة لعملية وزارة الشباب الرياضة إنها تعمل دور المجلس الشباب وإن يبقى فيه واحد من دور المجلس الشباب دوت طالع أوروبا ولو لفترة اختبار إن شاء الله تبقى أكثر من ذلك الفترة اللي جاي هجماعة عرفيني الجملة الشهيرة أو اللي هي بتاعت إحنا شعب أكتر من مئة مليون مواطن طبيعي بإبقى عندنا مواهب كتير آه طبعا طبيعي بإبقى عندنا مواهب كتير بس نفضل ندور عليها كل شوية زمان كانت الناس بتروح للمواهب زمان كانت الناس بتروح للمواهب دلوقتي إحنا منستنى المواهب تجينا لأ زمان لما كانوا بيقولوا اختاروا اللعيبة الأسماء الكبيرة في تاريخ الكرة المصرية كانوا يروحوا المحافظات ويروحوا الكرة ويدوروا على مواهب إحنا للوقتي ما بنستنىش ده ما بنروحش همتكلم عن مستوى الأندية مش بتكلم عن مستوى الدولة أو وزارة الشهور ورياضة متبثلوا في وزارة الشهور ورياضة همتكلم عن مستوى الأندية الكبيرة في مصر أو حتى مش الكبيرة ما بقيتش تروح تدور على اللاعبين تستنى هم اللي يجوا يختبروا عندهم طيب موقف كويس موقف عظيم موقف مفرح يعني مبهج نروح ليه أخبارنا النهاردة اللي مش مبهجة بقى اتحاد الكرة المصري قرر تجميد مستحقات الجهاز الفني لمنتخب الشباب مواليد 2003 بقاعدة كابتن محمود جابر بعد الخروج المبكر للمنتخب من الدول الأول ببطولة أهم أفريقيا المقابع حاليا في مصر اتحاد الكرة رفض صرف رواتب الجهاز الفني عن شهر فبراير الماضي وكذلك بعض المكافيات المتبكية لهم بعد الأداء المخيب للأمال فيه البطولة رافض تماما رافض تماما هذا القرار بص أنا مقتنع عن الجهاز الفني مععملش شغل كويس مقتنع اللي عابين مععملوش شغل كويس كل حالة مكنتش جيدة بس أنت بتقدرش توقف ملتب مدرب أجنبي بتقدرش تعملها حتى لو النتائج مش عجباك يعني أنت لو مكنتش عجباك نتائج كروش لف عليك الدنيا وخد فلوسه حتى لو مش عجباك مفيش حاجة سمعه كده فيه حاجة سمعه بلعب رياضة بلعب كورة بلعب كورة أكسب وخسر لما نخسر نزعل وندور على الأسباب بس ده مش معناه أبدا إنها لو خسرت ما أخدش فلوسي ما أخدش بتعبي ما أخدش اجتهادي فهاش الكلام ده مش مش مشروطة بالمكسب عقدي وفلوسي مش مشروط بالمكسب يقول لك أنت كذب ده في العقد ده لو كان فيه عقد أصلا أو عاتب اللي اختار الجهاز الفني عاتب اللي عامل مش عايزة أخش في الحاجات دي تاني بس المنظومة كلها فيها خلل فمش هنيجي عن الراجل وجهازه ونقول لصد دول مش هياخده اللواتب بتاديهم أقابا ليهم عشان ما عملناش أداء جاية في كلاس الأمام في كلاس الشباب فيه ناس كتيرة بقى مش المفروض تشتغل وفيه ناس كتيرة بقى مش المفروض تاخد فلوسه مش بدايفة عن الكابت محمد جاب اللي أنا ألومه كثيرا كثيرا عن مستوى اللي ظهر بيه منتخبنا الوطن اللي الشباب هو جهازه المعاون طبعا طبعا يعني واللعبين كلهم ما قدموش أي حاجة في هذه البطولة بس ده مش معناه انهم ما ما ياخدوش فلوسه ببساطة يعني جهاز الفني النادي الزمالك بكادش زالد وفريرا استقر على استمرار محمد صبحي في حراسة مرمى الفريق أمام الترجي التونسي بقى تولقه في مباراة بيرامد وكثة محمد صبحي ومحمد عواد لو فريرا أكيد لعب محمد صبحي وهو الأغلب أنه هي لعب محمد صبحي في مباراة الترجي أنا معاه الجهاز الفني يعني أنا معاه تمام ده الصح اللي ماشي بشكل كويس خليه كام بس في نفس الوقت اللي يغلط مش يقعد على طول يعني أنا شايف أن عواد غلط قعد على طول لا ليه عشان أنت هتشاكك محمد صبحي في نفسه هو بيلعب أنه هيبقى الآن طول الوقت أنه يغلط عشان هيقعد في حراس المرمى الحارس لازم يبقى متطمن بس مش اللي اتمنان اللي هو إيه أنا كده كده هفضل ألعب طول الوقت صحة أو غلط لا ما متطمن أديره الثقة يغلط مرة ويغلط اتنين هتفضل مكمل لحد ما يبقوا ثلاثة أو أربعة وخمسة لا يقعد بقى رايح وحد تاني يلعب مش أول غلطة يتقعد ده رأي يعني بس محمد صبحي حارس كبير ومحمد عواد حارس كبير بصراحة فالموضوع باختيارات فيها أكيد صعوبة بالنسبة لجهاز الزمالك الزمالك كمان بيبدأ التقطيط من الآن لصفقات اللاعبين الأجانب من أجل التعاقل مع أسماء قوية في فتر الانتقالات الصيفية أبرز واحد أبرز واحد في اللاعبين الحاليين الأقرب للبقاء هو حمزة المسلوسي البقائين يعني معظمهم أو غالبيتهم يعني مش موجودين يعني سامسون غالبا مش هيكمل نضايم ما شفناهوش لسه فالموضوع بالنسبة لللاعبين المحترفين للزمالك معظمهم مش هيكمل اثناء عرضة هيكون ضيفي أو ضيفية في هذه الفقرة القادمة اثنين من كبات المصر الكبار كابتن حسن مصطفى الكابتن محمد عبدالله هل ديكم معا ده بقى واحدة من أهم وأحلى اللقاءات المحببة إلا قلبي لما يجتمع كابتن حسن مصطفى وكابتن محمد عبدالله ممتع لك وأعتقد ممتع لحضراتكم أظن يعني ممتع لحضراتكم وده كابتن حسن أخبارك حبيبا كيمو حبيبا وحيش غالك كتير وانت وحيشني كتير أخبارك كل حبيب خير عبدالله مشرف الدنيا حبيبا كابتن كريم أنا مشرف بيك طبعا ومسوط جدا أنا معاكم مع كابتن حسن قبل ما نخش على هوا على طول كنت بتقول لي على المحترفين بتوعي النادي الآلي ندخلنا في نقاش مصيف كده إيه رأيك في المحترفين النادي الآلي السؤال واضحة عشان كنت بقولي على النهاردة في الانترو قبل ما أكلمك على الأهلي والنتيجة والتفاصيل كلها لا يعني لما تيجي تكلم على ديانج أنا وعلي معلول والقندوسي دولت في حيط تاني يعني يعني بحس إنهم لا مستوى عالي وجون في فترة كانهم يعني علي معلول وديانج بالنسبة لي لعبة جامدة جدا طبعا بيرس تاو أنا دي كومنت عليه أنه هو رجل هو لعب كويس جدا عنده سرعات رجل مهاري مشكلته كلها معينة يعني إنه هو بيضيع أجوان كتير قوي وإنه هو بيتصاب كتير فديت يعني أعرف أنت إيه لأ أنا شايف إنه ممكن يجي واحد أحسن منه يفيد النادي الأهلي في الموضوع ده يبقىهم فيه أكتر يفيد آه أكتر برونو طبعا أنت فاهم لغاية دلوقتي لسه ما قدمش أي حق خالص الأمور بالنسبة لي يعني اللعب البرازيلي دوت على أقل لازم يعدي أداء أحسن من كده أداء إيه ستنا بس برونو أصلا رجل استبعيده من كاس عامل عندية رجل استبعيده من الموضوعات الماضية رجل النهاردة لما اضطر أسفا يحطه هو أسفا بالنسبة له يعني يحطه على الدك عشان عنده نقص جبير جدا حتى لما ضمن المباراة منزلوش بس خلي بالك خلينا بس نتكلم كنا في البرنامج هنا كنا بنتكلم عنه كويس وبنقول أنه بيقدي أداء بس كبيره لما كان بيقدي بيقدي في حدود 25 دقيقة لأنه كان في تنسه ما بيسعفوش مش جاب لأين محترف وبرازيلي طب هو أنا عايز أسألك سؤال وبرضه لما جاب للنادي الأهلي السوبر لما جاب الجول الناس كلها عادت تفخم فيه هي النقطة لما بنيجي نبص على العيب أو نقيم العيب بنشوف الهماشة بتاعته عاملة إزاي اللعيب ده هيوصل لك لغاية فين هيدي لك إيه هي دي النقطة وبالذات اللعيب المحترف هو برونو أول ما جيه ما كانتش مقنع للناس كلها هي دي هي دي النقطة طيب كابتن عبدالله رأيك إيه في محترف النادي ده في مين بالزوط فيهم كلهم كلهم يعني لو بنكالب في خمس محترفين بجانب السادس كريستو لسه ما شفناهش إنما هنتكلم على المحترفين فرض فرض أو شخص شخص هنتكلم على المعلول طبعا لا خلاف عليه بس في الوقت الحالي زي ما أقولك إيه الدوام الحال من المحايل علي في السنة دي أو السنة اللي فاتت ماشي على سطر وبيسيب سطر مع العلم إنه بس عنده أو لنادي الأهلي ده تقديمة كويسة جدا فعلي خرجوا بره الحسابات أو بره التصنيف لأنه فعلا محترف كويس وقدى بشكل كويس ودى النادي الأهلي ما باخدش بأي نقطة صح تعال ديانج لعيب كويس بس برضو مش مش القوي أو النقطة اللي مثلا أنت بقى أنت أعيل إن أنت جايب لعيب محترف يعني أنت لسه حسن بيكلم منه بيقول إيه ده عنده مزباص عنده مشكلة في المزباص بس لعيب كوره هو تسليم وتساله لو أنا بطلاش كوره من رجلي سليم أو الباص سليم يبقى دي أساسا دي من أكبر المشاكل وبيلعب في مكان لازم كل اللباص يطلع من رجلي سليم بس هو عنده مقطة كويس عنده هو بدنيا كويس قوي عنده حاجة كبير يعرف ميش في كل مركز عبدالله لكل مركز هنرجع لنفس الحوار ده نقول كلمك هو بقى له كم سنة في نادي الأهل ده المسم كام تالت طيب على خلال أو ممر تلات سنين دول ما حاولش يطور من نفسه ما حدش يشتغل معه لأنه بلعب في أخطر مكان مركز ستة ده أخطر مكان هو ده العقل المفكر للفرعة كلها فأنا بقول لك إنما هو كاكوالة لعيب كويس بس ممكن نادي لالي كان يبجيب أقوى من كده كمان تعالى نتكلم على بيرس تاو حسن بيتكلم يعني أنا هخش معك في نقطة خلاف دلوقتي تبتول لعيب عنه لا هو مش سريع لا مش سريع لو أنت هتصنافه متضوم للعيب الصراح طب هو والله طاهر هو والله طاهر لا هو سريع لا أنا بسألك سؤال لا أولا هو مش سريع آه ممكن راجل كرة تحت رجليه هو مهاري إنما مش مش كوالة اللعاب اللي يجي نادي الأهل أو أنه هو يعمل إضافة نادي الأهل لا ده نادي الأهل اللي بيدوفه في الوقت الحالي لا فأنا يعني بس هو لما جاب بيرس تاو جاء من إنجلترا كان أساسي أحسن لعيب طب أنا هقول لك على حاجة كاريس أنا مغلقتش باختياره لا لا أنا هقول لك على حاجة أنا هجيب لعيب من إنجلترا اللي هجيبه في مصر آه طب ما يروح دور فرنسي يروح لما رمضان صبحي رجع من إنجلترا ورجع للمصر لعني فرصته لا 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 يتبع قليلة ما بيلعبش لعب يعني ما بياخدش وقت كبير في الدور الإنجليزي رمضان برضو عشان هو في الفترة دي ما كانش مايس على مماشي بشكل كويس أو نوع ما هو ده اللي بيتالع على بيرس تاو لا ما هو ده وات أنا بيتكلم رمضان لعيب مصر أنا بيتكلم على علاعب محترف جايه ضفلي مش أنا لا ضفله أنا بيتكلم بيرس تاو جاي من الدور الإنجليزي طبيعي إن أنا عشان أنزم الليفل ده ليفل يعني أقل منه شوية دور إيطالي أسباني فرنسي بلجيكي أنا ما جيش دوره مصري فما أتكلم ليش تقول لي إن أنا جاي بضيف لنادي الأهل لا ده نادي الأهل اللي بيدفله طب ده بيرس تاو بيرس تاو رح رجع النادي الأهلي وبأكد رح النصر السعودي أنت مكننيش بلعبة مصرية إخنا كطبيعتنا أو لعبة مصرية لأ هي منااش دعوة هي منااش دعوة هي بيبقى فكر لعيب وممكن صقابة لعيب عايز يعمل يجي مسلا يقولي أنا أرجع النادي الأهلي أحسن نادي في أفريقيا ألعب مع النادي الأهلي فالنادي الأهلي في الآخر يوديني الاعتراف مش ده بيت حسام غالي مش ده بيته اللي تربى فيه وضع طبيعي ان انا عزار جاع بيتي. انا بلاقي نفسي وبلاقي راحت في الحتة دي. بيرسي تاو ده مصري. منا شيء نادي الاهلي مثلا يعني. ممكن اعرب بقى. انا بكلمك ما ينفعش انا اطلع انزل من دورة الانجليزية ادورة مصري. بيرسي تاو. ففي انجلترا ما عدمش اي شيء. بصفت. فهو لما رجع مصري اتصور انه كانت تفاوض وخد بقى كهو جاي برقم كبير. كانت تفاوض انه هو جاي المدرب اللي خلاه نجمة اصلا. فانا اعتقد انه اه مسلا مسلا لو حسام غالي كان راجع عشان بيته النادي الاهلي. فهو الراجل راجع عشان اشتغل مع بيت سمو سماني. حتى تقال انه بيرسي كان عنده مشكلة لما بيت سمو سماني مش انه كان مداء وزعلاء. فممكن يكون واحدة من الحاجات اللي خليطه يوافع نادي اعيب باسم الكبير لنادي الاهلي طبعا انه بيت سمو سماني كان موجود. ايب انا جاي استفاد ولا جاي فيد. هو كلعيب حساب ازاي. جاي استفاد ان انا جاي في اكبر نادي في افريقيا. طبع. مع مدير فني اعرفني وانا بحبه هيرجعني تاني. انما هو ما ضفش النادي الاهلي حاجة لحد لاها. تمام. او ما ايه. يعني مش اللعب المؤثر. تمام. اه لا خوش على الكندوس. طب اه الفرق بينه بينه بين الكندوس لسه جاي. ولعب صغير. وهيفيد النادي الاهلي. والنادي الاهلي فيه ما بعد يستفاد منه. ده في خلاف عليه? لا. فيش خلاف عليه مع الاهلي من هو ما لعبش مسلا موتشين تلاف بلعب. بس جاي من الفرقة كبيرة وفاكستيف بيلعب مع منتخب الجزار اللعب دولي. لعب محلي. مش دولي ك بيلعب منتخب الجزار المحلية. اه ما انا بقول. فانا بكلمك الفرق بين ده وبين ده ان ده خامة كويسة. ده هلأ هيضيف للنادي الاهلي ونادي الاهلي هستفاد منه. تمام. اه بروني طبعا لطى عليك. لطى عليك. انا اقول لك لطى. لطى عليك. ايه هو بيتنظرك في البول يعني. لطى عليك عشان انت معجب بيه? مواجب بيه? اه? لا طبع. انا انا ممكن نلعب عليه في الوقت في السن ده. انا قلت لطى عليك دي بس معنال انت معجب بيه. لا لا طبع. ما. اما احسر عليك على اقول ايه. انا اتحلع من الحلقات. حتى لما حسن بيكلم بس. اه? محمد عبدالله هنا. اه. قال لك على لما يقول له النادي الاهلي عايز اه. اه فرود. قال لك اه على بيرستاو قال لك بيرستاو وراجل نزل ولعب. ودي وقت انت بتغير رأي في بيرستاو. انا موجش كلام ده خالس وارجعل للحلقات. ممكن نتخلم حتى لما تكلمنا في ماتش الهلال. لا 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 ارجع انا مابنساش كلامي. بيشيل قوي. لا 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 مابنساش كلامي. انا مح حطة. ولا طويل. ولا سبرينتر. لا لا قبل لما رجع من الاصابة وجاب جنيه. لا لا انا كلامي كلامي واحد ما بيضغرش ورجع لحالة. بتعرفش حيطة تانية بقى خالص. اللي كنت المفوضة ابدأ بيها بس انا عجبني دايات عشان ده للحوار اللي كان قبل الهوى. النادي الاهلي النهاردة رأيك في ايه بشكل عام? لا لا النادي الاهلي من فترة يعني مش مش هنقول دلوقتي لا من فترة راجع العام المنافسة كويسة جدا ما بين اللعيبة. ما خلي ما فيش عنده اساسي احتياطي. ما خلي اللعيبة كلها تبقى جاهزة. ما خلي المنافسة ما بين كل الخطوط. ما شاء الله انت من من الخط الظهر. يعني هو انا متهيالي. السنة دي الشناول اللي هي بكل المطشاة. لو تبص على الخط الظهر هتلاقي ياسر بيلعب. رامي ربيعة. عبد المنعم. محمود متولي. هو ايمن اشرب بس اللي ملعبش في الخط الظهر. محمد هاني كان اكرم بيلعب. وكريم وكريم. وحتى خالد لما رجأ جيه. علي معلول انت حتى في البرنامج في بداية البرنامج انت قلت بدأ يوجد لعيب تاني موجود دلوقتي بكلفت بالزبط جدا. في نص الملعب دلوقتي بقى في مروان وفي ديانجو. وحمد فتح وعمل السولية وكوكا. النادي الاهلي في الانتقالات الشتوية السنة دي يعني. عمل حاجة كويسة جدا. جاب مروان وجاب القندوس. اللي اتنين دولة عملوا خلقوا لو انت دلوقتي السلية مصاب وحمدي. وديانجو. لا. ممكن تلعب بالناس ديان. فالنادي الاهلي. الحاجة الوحيدة اللي هو يعني كان نفسي يعملها في انتقالات الشتوية دي. ان هو يجيب فرود. اللي هو الفرود اللي هو يجيب يعني في انت من انصاف الفرص. هي دي. انت دلوقتي حسين الشحات. دلوقتي طاهر. بقى برستاو. بقى عبدالقادر. لأ الامور كلها. طيب. كابتان عبدالله بعد مباراة اليوم. انا سألك الاول عن مباراة اليوم. بعد كده سألك على مستابع الاهلي في البطولة. رأيك النهاردة. اولا في بداية الامر هو المكسب معناوي اهم حاجة دا. انت بيديك دفع لللي جاي. انت خارج. انت من خسارة. الاتنين تعادل. فدول اثاروا بشكل كبير على الفرقة في الفترة الاخيرة. والنهاردة انت يعني مكسب المباراة كبيرة. كل الاحوال. انت بتكسب النهاردة مباراة معنويا ويفوقك لللي جاي. حاجة تانية ضمنت تلاتة بونت بيعلوا. حتى ترصيدك شوية في خلال المجموعة على الاقل تبقى في ظهر الناس. عشان حزبة المجموعة في الفترة اللي جاة هتبقى صعبة جدا. الحاجة التانية اداء الفرقة. مهما يكون حتى لو الخصم. مش بالقوة او باللي انت متوقع. بس لا. نادي الالي ادى بشكل كويس. اه جماعيا فرقة كويسة. فيه النهاردة شغل واضح اوي بين الكندوس وبين حمد فتحي. اللي اطراف شغالي بشكل كويس. ان كان طاهر او او برستاو. اه محمد شريف لحد ما طلع كان برضو عامل حالة بشكل كويس. حتى يعني الهدف اللي جابه صعب جدا. يعني ان هو بيسترم وبيحط بالشكل ده. لا فرود. صعب. ده اللي كنا بنكلم عنه لما عادنا نقول لي ايه نادي الالي محتاج فرود ودي كانت نقطة الخلافة. انا بلش ان هادي الالي مش عايز فرود على فكرة. اه. ان انا على كلامي. عندك اتنين كويسين في الوقت الحالي. كان شريف ودخل قهرابا تاني. وعندك شادي برضو خامة كويسة. شادي. طبعا. انا عايز امسك في قصة شادي. اه. اكتراح بيه لو سأل الكابت الحسن بسميه انا كنت اقول شادي ااسألك. هو ماله شادي حسين. ده السؤال. شادي مهاجم يوصل لجون يبقى فيه توتر او فيه التراب. هي سكة هربانة بس مش اكتر. بس. سكة هربانة. اه. زي ما اقول لك بص يا كريم. اه. اوصف لك حاجة بسيطة. ياريد. يوم ما انت عادت هنا اول مرة تشتغل. طبعا. رعب كبير. زي ما بدأت زي ما انت عادت في الوقت الحالي. مختلف. وضع طبيعي. اه. انا جميل سراميكا الجاي لنادي الاهلي. اه. ده قصة وده قصة تانية خالص. اه. ده حكاية وده خلاف شخصيتي اصلا. بالزابط دي. دي ترجع له. انا حسيت اه ان شادي طول شوية. دي ترجع له. اه. انما هو كخامة لعيب. لا كوالة لعيب كويس جدا. اه. بدنيا فنيا محطة كويسة. انا ما معنديش خلافة على شادي. شايل حاجة. سيبوا ده ده ده. شايل حاجة انا. فانا رايح له بيها بره. رايح له رايح له. يعني انا. طب يا سنة. اه. سنة انا. انا انا منك. شادي. اه. انت كار Beweg بتتبعه في الدورة بيضيع نقط بسبب شادي. وكان هو اللي بيجيب نقط كتير. وكان بيجيب. بس وفي الاخر لما تيجي تتكلم على شادي هو لعب كويس عشان كده جاء النادي الاهلي بس أنا شايف النادي الاهلي كان لازم يقع على أحمد ياسر ريان لأن أحمد ياسر ريان خد الحاجات الكتيرة أو اللي هو كان مفروض أنه لعب بره وروح يحترف في تركيا شوية ولعب وعمل حياة كتيرة كان لازم ابن النادي هو اللي يكمل ما تفعش عشرين مليون ودي مرتب لراجل هيجي هيجي يعمل لنفس الدور لناس كتير أصلي من نادي ولا عشان بروفايل أو شكل مختلف عن شادي حسين أصلي من نادي أنا مش هبقى معاك فيها مش عشان حاجة عشان أنا عايز لعيب كويس بس هو قلت لي أحمد ياسر أفضل هبقى معاك يعني أنا مش عايز أقص على شادي لأن في الآخر لوحدي لعب كرة وكده مش شادي اللي كان ييجي النادي الأهل مش الفروة ده اللي ييجي النادي الأهل يعني من الأساس لا ما جيبوهش لأن أنا عندي لعب كتير شابه وعندي لعب كتير أحسن منه وعندي ممكن ناشئين ممكن أطلع أحسن منه مش مش هو دول وكان عندي حسام حسن يعني حكمه قاسي عليه لا وعندي حسام حسن أما هو لك مش هبقى قاسي لا وعيز ألقى قاسي هو لك أولا مش قاسي أول قالك أنا مش هبقى قاسي بس هو ما كانتش بخولي ما هتبع عمليه طيب أنا هارجع 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 وأكلمك أنت لما جيت على الفنادي الآلي كان في مين في مصف المرعة كان فيه لا وكنتش فيه حد لسه كان ساعتها كمين موين ساعتها لا ما انت بتقوليش إزاي طيب أنا بسأله يعني وعندي لعني وكنتش فيه نصف المرعة محمد شوي وهدي خشب كان ساعتها مانو جديد رحمة جعصر دي باقي صح مكنتش فيه حد ها انت بايدا قلت نساء السؤال دا ليا كابتن عبدالله عشر بس أرشي معنا لا عايز يقول لك يعني أن أنا جيت فكان فيه ناس كتير يعني مش أنت أنا لأ انت جيت بقى فترة كان فيه إسلام الشاطر وكان فيه بركات وكان فيه جيل بيرتو وكان فيه محمد عبوهاب في الطرف اللي مينو الشماء فكان عندك من نفسين كتير أنا هتكلم عن نفسها أنا بلاش انت ما أنا جاي من نادي الإسماعيلي وجاي خامة كويسة وجاي لعب كويس هي في الأول فاخر أنا قلت لك في بداية الأمر قناعات قناعات لا بس سواني بس تمام موناعات بس خلينا كمي الكلام بعده عشان أنا هرجع لك لنوطة كمان هرجع لك لنوطة كمان لما عشان برضو موضوع بيرتو بيقول لك إن أنا كنت بيتكلم عليه إحنا لما جيت سألتيني قلت لي بيرتو أولي أحمد ياسر رياني قلت لك مين اللي يقعد قولي كم تحسن أولي بيرتو قلت لك أحمد ياسر رياني ما هوتش بيرتو عشان بس الكلام بيرتو فأنا بفلاقو في الآخر دي قناعات مدير فيني يعني في الآخر هو هو اللي شايف هو اللي بيدير إنما أنا بقول لك في لعيب كويس وفي ريحة كويسة وفي خامة كويسة إننا نقول إنه جاي لا جاي بس نحتاج سواء مع كولر بس محمد عبد الله كولر الراجل ده مش بالقناعات الراجل اللي هيديله هو اللي هيلعبه فيش أسماء قناعات طب ما هو بيصبر على لعيبك تي طب أشاني خد فرص ولا مخدش فرص زي بس ده بدي الدوري ما ينفعش عشان أقول أنا خد تألعب يعني أخد سطر واسيب سطر الكرة مش كده عشان فيه كده أنا بقول لك في لعيبك تربطت ظلم يا سيدي الديني ماتش اتنين تلاتة طب ممكن سألتك السؤال بسرعة تانين تول اتنين برضو شادي حسين مركزه أحسن مهاجم ولا يلعب جناح أنا بنسبه لجناح جناح فروط صريح خلي بالك في سراميكا كان بيلعب جناح من أحمد ياسر ريوم كان بيلعب جناح ده مضطر عشان كان موجود أحمد ياسر لنما قبل أحمد ياسر ريما قبل ما ييجي كان بيشتغل ايه تسعة صريح وأبدع في تسعة صريح وده ما كانوا بس أنا بوقعه أولا فروط كويس محطة كويسة بسترم تحت ضغط بشكل كويس قوي سريع هيدرز بيعرف شوت ده فروط متكامل حتة تتطرفل مش بتاعته شادي ما عندوش مهارة واحد ده ده احد مش بتاعته فما تلغهوش ما تلغهوش بالحتة اللي هو ممكن يتعف فيها مش بتاعته مش هيعرف فخلاص انت حطني في المكان اللي هو بيدع فيه أنا عارف ان انا في المكان ده عارف اشتغل بشكل كويس وهقديلك فيه بنسبة 100% هتطلعني برا الحتة دي ممكن اتقوه طيب عايز اخدكو في جزئية تانية مهمة مارسي القرار الفترات الأخيرة تحدث عن ضغط المباريات وعن الارهاق وعن الإصابات اللاعبين في نفس التوقيت هو مارسي القرار برضو اللي خلق حالة من المنافسة زي ما كنت بتتكلم بين كل اللاعبين خلق قايمة كلها شغالة ما خلاش فيه 11-12-13 لعب وحتى ذكرت ان بيت سمو سميني رغم نجاحاته العظيمة مع النادي الأهلي بس كان بيشتغل بعدد محدود من اللاعبين هل دلوقتي الأهلي يشتكي من الارهاق وهل فعلا الأهلي مرهق ولا مع التدوير الكتير دوت ممكن ما يبقاش فيه شابك من الارهاق انا مش حابب النغم هدية تتكرر حتى النهاردة الموزيع كان عمال يقول الإجهاد 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 طب ما انت عندك 25 لعب انت عمال تلعب كل الناس طب من جاله إجهاد واحد لعب ماتشين ثلاثة بيريحوا بعد كده الماتش اللي بعده بيريحوا وهده طبيعي يبقى خلاش النادي الأهلي يخش يلعب في الدوري بس لا النادي الأهلي بيلعب في بطولة دوري والكاس وبينافس على كل بطولة وفي أفركيا وكسر ربطة ويودي ألعبها للمنتخب أنا عايز أقول لك العجلة أنا جاء عليها فترة كنت بلعب كل ثلاثة أيام والأربعة أيام ماتش والواحد ما كانش بيتعب النغة مدية أنا حاسس أن الموضوع بتبقى حجة للعيبة أنه أنت مثلا لما تبقى كوحش تقول لنا أنا راجل موجد أو تخسر بطولة تقول لك سبب الإجهاد لا الموضوع ده الموضوع مختلف ما انت عمال مخلي المنافسة ما انت بتغير تلاقي النهاردة طهر بيلعب عبدالقادر بيلعب برستاو بيلعب هما بيجهدوا من إيه طيب بيجهدوا من هو دي ضربة اللعيب انت شغال إيه لازم تبقى لعيب تلعب كل المتشاط تنفس على كل البطولات لإما خلاص بقى تمشي من نادي الأهلي وتلعب في هاي نادي تاني بس بقيت بقى رأيك يا كابتن عبدالله في موضوع الإرهاق وضغط المغرب بالنسبة لدي حاسما إرهاق مفيش حاسما إرهاق في نادي الأهلي وضع طبيعي ممكن يجيلي آه وقتا إنما في الليفل ده انت بتلعب في هاي الليفل دلوقتي أعلى حاجة نادي الأهلي زي ما ما بطلوب منك انت هتلعب زي ما قلت داوري وكاس ودورة بطالة أفريكية أو بطولة عربية كسالة من دي مطلوب طبعا فوضع طبيعي دي بقى ترجع للمدير الفني إمتى هريح ده شغل حتة الراكل اللي انت بتشوفها دي ممكن يبقى حملة عالية بقى خلال الشغل بقى خلال الأسبوع بين الفترات الله أعلم الدين يا شغال ازاي إنما الطبيعة وإيه المفروض إن أنا حتى يعني لو عندي كم مباريات ألعب وعلعب بنفس الأداء وبنفس القوة يعني أنت لو بتلعب في النادي الأهلي دلوقتي وبتلعب كل تلات مطيام مطش وبتسافر وبترجع ما خدش هتبقى عندك مشكلة لو أنت لاعب بقى أنا كمحمد عبد الله وفي نادي الأهلي ممكن ممكن عندك مشكلة ممكن وهترجع علي بص الدنيا تغيرت وديني اختلافت وأنا دلوقتي عشان أبقى كويس ببص للفوق من اللي فوق بشوف الناس اللي بره دي بشوف ناس لسه لعب الخميس ريال وبرشلونة والليتين هيلعبوا بكرة على فكرة بيشتقوا من الأرهق بالمناسبة لا 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 يقول لك كلمة لسامن الأسبوع طالعب يقول لك ده دوري دي كرة مجنونة يا جماعة نسامن يلعب كوية 3 يام مطش ده حجة البليت لا لا برضو حالي بالك أنا أقول لك على حاجة هو لما لما كانوا بنفسه السنة اللي فاتت سمينا النغمة دي وكان بلاعب دوري برضو لا 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 بس أقول لك حاجة ودوري أبطال أوروبا وكاس وكاس التحدي بس أقول لك حاجة هو كل المدربين في العالم مش بس دي حاجة علامية دلوقتي نصف تحدث عن ضغط المباريات الكثيرة وانه دي حاجة مرهقة لللاعبين بس محدش بيبرر خسارته بالضغط دي اللي أنا عايزة وصلونا ما ينفعش أبرر حاجة وعلق شمعتي على حاجة بسبب حاجة معينة لأ أنت تخطط في المكان ده ومطلوب منك أن أنت تتحقق يبقى لازم أشتغل على الهدف على الهدف ده أنا جايل أنا شغال على في نادي كبير وليه في العالي وعارف أنه هو يلعب كم مباريات فممكن في وقت قصية أو في وقت صغية يبقى خلاص أنا بتعود على الكلام ده إنه ما ما تجيش وقت الحدث تقول لي أصل أنا في إرهاق لأ أنت بتعمل روتيشم بشكل كويس كل اللي أبا شاركت قبل ما أقفل قصة النادي الأهدي شايف النادي الأهدي هتأهل عن المجموعة دي متشمن؟ الله يعني حوال إن شاء الله بإذن الله يروح ساندون يعمل أداء كويس طاقة على أهل يكسب ساندون سيكون هو أفراكب أنا عندي إحساس يعني هيكسب بكرة ثابتة لأني هيقفل كويس جدا ويلعب على كرة ثابتة وكون تراتاك ده من وجهة نظري لو طلع يقابل من قدام ده هيتغلب هيتغلب لأن ساندون عنده فريق من أحسن ابتلع كرة من تحت كويس تطلعوا كرة من تحت كويس وعندهم سرعات عندهم لعبة عندها سرعات ولعبة صغيرة فلا هيتبقى الأمور صعبة قوي عليهم صح رأيك يا كابتنة عبدالله اللي كنا بنتكلم فيه برة لما نادي الأهلي بتحط تحت ضغط وله هو فعلا محتاج المطش ده وعارف إن المطش ده مش مطش الهلال إن ده نقط الصعود أباب الصعود لو أنت عايز تكسبها تكسب أنا شاهد فريق ساندونس آه فريق كويسة وعندهم لعبة كويسة إنما عندهم مشاكل كتير بالجملة في خط الضغط صح فلازم تضغط على الناس دي الناس دي أهم مشغالين بسيستم بسيستم لعب معين بسيستم لما مشكلة لما بتضغط هو في ظهرك هيبع عندك مشكلة برضو أنا بص في الأو في الآخر حالة مباراة يا حبيب قال بدي حالة مباراة نادي الأهلي يوم ماتش ساندونس حتى وهو كذبان مش في حالته مش نادي الأهلي حالة مباراة وإنا بقى أكلمك زي ما تكلمنا بره حالة المباراة دي زي ما تكلمنا حتى في ماتش الهلال ونادي الأهلي مش ممكن يبقى ماتش الهلال لو أنا استنيت مش ممكن أبقى زي ماتش الأولاني أيها طم أنت إنت بتتكلم على حالة مباراة طيب هل مسلا اللعيبة. انا بكلمك. في اليوم ده لما يكون هناك حالة اللعيبة هتبقى كده. انا مش هستنى. انت مش ضمن حالة اللعيبة. مش هستنى انا ماتش القطن. ولا هستنى ماتش الهلال. واقول لسه عندي ماتشين لا. انت عايز تخلص وعايز تقعد وعايز تريح نفسك. من الماتش اللي جاي. عشان ترتاح. انما كل ما هتدخل نفسك تحت ضغط. الموضوع هيبقى تدخل معاك يعني يقولك ايه هيبقى فيه توطر عدم تركيز. اه خلال المباراة كمان. شح. هتلاقي قراراتك مش مش محلها. شح. انما انت عندك فرصة دلوقتي. بدل ما استنى. طيب انت عملتوا دلوقتي النادي الاهل لازم يعمل. ايوة طب. ايوة طب. اتغلب. اي في اتحالة اللعبة كانت وحش? لو اتغلب خلاص بره البطولة. ما تتكلمش. لا بيقول لو اتغلب. اه. لو لو اتغلب خلاص بنسبة كبيرة النادي الاهلي برا. يعني. اه بنسبة كبيرة. انت بتتكلم ستة ستة بونت. يعني بلها حزبة بس رأسه دل. لها حزبة تانية ستة بونت. افترضنا ان في الاول في الاخر اه. صندونزو الهلال خلاصوا مع بعض. بعد ما صندونزو كسب. اه كسب المباراة. اه. خلصت. وده اللي بيحصل على فكرة. يعني دي كلها استباقة احداثة. مهم بالنسبة للوقت انه الاهلي بازن الله ان شاء الله يكسب. لا ان شاء الله لا نادر اللي زمالك عنده مواجهة في منطقة الصعوبة قدام التراجي يوم الثلاثة. هي المواجهة هي زي بيقوله كده ايه. عنق الزجاجة او الامل الاخير بالنسبة النادي الزمالك. عشان يجدد اماله في الصعود لآآ الدور القادم. توقع المباراة دي هتبقى عاملة ازاي. اه كريم نادي الزمالك في حالة صعبة جدا. يعني نادي الزمالك انه يكسب. عندكش انت اه ده حتى التفاول. لا لا لا. مفيش مرة. مفيش مرة تدحك عليك ايه وتاخد لي تقول لي ايه. كريم. ياك ان شاء الله يا اخ. اتعرف الزمالك في المواجهة للفاتنة. ما خلقش فرصة. اه. في المواجهة اه في في ما جابش جول في البطولة الافريقية يا كريم. اه. ما جابش جول. طب انت عايزنا ان انا اتكلم عنه كويس ازاي. اه. فرقة ما بتخلقش في الدور المصري ما بتخلقش فرصة. لما بتلعب لفل اعلى شوية. طيب لو احنا عايزين بقى ان شاء الله الزمالك يخلق فرص في مواجهة التراجي. عايزين الزمالك يبقى افضل في مواجهة التراجي. مفهوض يعمل ايه الزمالك عشان يبقى افضل قد نامة التراجي. لازم اللعبة هي. انا بس اللقات حسن مصطفى النجم الكبير والمدرب. يعمل ايه بقى الزمالك في الدور. بوسيك كريم هي اللعبة اللي في الاخر هي اللي هتطلع نفسها من الموضوع ده. اه. اللعبة اللي هي اللي كانت بتضغط. اللي هي بيقول لي كانت الكورة السابت هي اللي بتعملها كويس. لما بتطلع في الكورة السابت. وفرناماتش حاجة? لا بيعام. هو ده هو بيمرن الناس. ده اجل جامل جدا. لا. خليها بس هقولك بس هفهمك نقطة. المدير الفني بيعمل ايه? انا بحفظك حاجات. يعني يعني انت بتيجي دوقتي بتعمل في برنامجك دوقتي. انت بتعمل شوية حاجات. في الاخر انت بتطلع الوجهة. وفي الاخر انت الوجهة بتاعت لا انا اوصل معلش واحد واحد بس. واحد واحد. عشان دي نقطة جدلية اصلا تانية خالص. اه. ما هو اي فرقة فيها لعبين مميزين ومدرب مميز. لينفع يبقى اللعيبة سيئة ومدرب اه مميز ولا العكس. فهي هي منظومة لما بتنجح. انت راجل مدرب. وانت راجل مدرب. فانت لما بتنجح ما تقولش اصلا ايه اللعبة اللي نجحيتني وانا ما بعملش حاجة. لأ مش قصي كده. اه. عشان بس انت. اه. اللعيبة اللي مش هما دولت هما هما. اللعيبة اللي كانت بتعمل كل شغل في رهيرة. وهو دوت زيزو لما طلع في برنامج قالك. ده كان بيعلمنا ازاي نقافي. ازاي نتحرك. ازاي نمشي. لكن بيمشينا خطوة خطوة. طيب اش معنى السنة دي ما بيعلمكش نفس الخطوة خطوة اللي انت بتمشيها. لان في الاخر اداء اللعيبة هي اللي عملت كده. صح. اللي وصلت الناس. شايف النتائج دي التقصير ده مش مشكلة بس زيزو برضو ما طلعش قاله الراجل اصر معانا السنة دي هو الراجل يعني نتكلم كمدير فني له هو راجل كويس جدا. اه. بس احنا ما نقولش ايه ان في كتر المشاكل. الادارية اللي جوه نادي الزمالك. هي اللي معطلها. طيب اسألك السؤال يا كابتن عبدالله. وده اللي قاله كابتن حسن. وبرده في لعيبة مش في مستوى. وضع طبيعي. ده مش لعيبة ده. فريق كله. وضع طبيعي. اه. انا يعني انا شغال في الوقت الحالي. اه. في جوه مش مناسب. طيب موقع سألك سؤال. فضل. ان دلوقتي لاعب في نادي الزمالك. تمام. ومحمد عبدالله عنده امكانياته الفنية وا وا وا. تمام. هل لو في العالم كله حواليك متلغبط. انا مش طرف تلغب. ما انت هتنديل حد الادم المساكل اللي هم مفودي مساكل عايز اقول حاجة كريمة. بس عايز ستة مع عشرة. عايز اقول حاجة كريمة. مش مش الحاجات دي اللي هي حصلة دلوقتي ومشاكل الادارية. كانت نفس الموضوع حصلة مع معناة الزمالك ومشوا المجلس والادارة. لا اولا الزمالك كان عنده مشكلة السانة فاتة اكبر من فلوس ومفيش قيد ومفيش كاد حاجة كيلا. اولا الزمالك بالضبط. الزمالك كان عنده مشكلة فنية وابعيد برضو عن الادارة. زمالك كان عنده مشكلة فنية بقى في ارض الملعب السانة اللي فاتت. انه ما عندوش جيد. عنده لعيبة مهمين زي اشرب بن شال وطرين حامد وحمد ابو جابل بنمشي من الفرقة ورغم كده قدم مستوى. ده مشاكل فنية. ده دي اصعب. تمام. ده اخد جوه بقى الملعب بتشكيلها. بقى 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 الملعب كانت المشاكل. انا بس عايزة اخدك. لا ده انا ما هيبص اقول لك على حاجة. اه. ما انت ما تحسبنيش على ملعب. اه. قبل ما تحسب اللي برا. اه. لا معنا بقول لك انت زبطت امورك من برا. اه. انت هتطلع كويس جدا جوة الملعب. اه. اللي برا. اه. كان في المشاكل نفس المشاكل اللي بتشوفها السنة دي. لا. بس. طيب. هسألك شو يا له. لو انت برضو مدرب للزمالي في المباراة اللي جاي. في كل الظروف اللي موجودة دي. وقدامك مواجهة الترجي. الامل الاخير للبقاء في المنافسة في دور المجموعات. تتعامل معاها ازاي. وغشت كل ده. ما فيش ما هو قد قوية بص يعني عشان اتعامل المعبرز دي. اه. زي ما عندها ثقة وفرقة رجبة المجموعات بتصعبهمت. وفي نفس الوقت ما خافش. لا انا يعني شغال في حتة ان انا بقى متوازن. بمعنى صح ان انا عارف اجيب في اي وقت. ولازم اللاعبة لها دور كبير. اللاعبة لو عايزة. لو في الاخر اللاعبة لو عايزة هتخلص. مبارا زي دي تبدأ بناصر منسي ولا سيف الجزيري? اتمنى ناصر بقى. ناصر? اه. وانتك بتحاسم. لا سيف صراحة يعني سيف منسي بقى له فترة بعيدة عن المرعب. بقى له ثلاثة اربعة مطشوات. فهدية الرتم هيبقى جامل عليه. وبعدين الضغط هيبقى جامل عليه جدا. فلا سيف. لان حتى سيف بقى له فترة بيقدي اداء. يعني ها الحد. عايزة نقع لتنين لعيبة. هما اللي شايلين الكسة الوحدهم تقريبا. عمر سيسي وعمر جابر. يستحقوا هذا الانتقاد الكبير ولا ما يستحقوش? صراحة هما لغاية وقتنا هزا لا. هما يستحقوا الانتقاد. لان في الاخر عمر جابر جاي من بيراميز. كان جاي وهو في منتخب مصر. نادي الزمالك دفع. يعني جي نادي الزمالك عشان هما عايزينه يجي. ولعب كويس وعند خبرات كبيرة. ومش مش انت يا عمر يا جابر ان انت تتحطي تحت ضغط. والناس تتهجمك كده وتفضل. ان انت لازم تشيل نادي الزمالك. لازم تبقى اداءك احسن من كده. لان انت لعيب منتخب. انت قبليها قبل ما تيجي نادي الزمالك. كنت لعب المطشاط اللي وديها كلها مع المنتخب. فانا لا. انا شايف ان صراحة عمر جابر مؤثر جامد جدا جدا. بالذات عمر جابر يعني. مؤثر جامد جدا في حق نفسه وحق نادي الزمالك يعني. طبعا. عمر جابر وهي. وضع طبيعي. يعني. انا لو. لو ما كانوا لازم استحمل. لان فعلا هم الاتنين مقصرين. لادى عمر لاداه لجامعات من الزمالك. ولا ناس زمالك. كان مستني. الاداء ان هو يوصل بالشكل ده من عمر او السيسي. لان الاتنين. زي ما حسن بتكلم. حد جاي من برامس حد عنده خبرات. آآ. لعب منتخب مصر. يعني. 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 لعب على مستوى عالي كان في الزمالك. او جات له فترة احراف خارجي. او لعب. ورجع ناس زمالك تاني. وقبلها كان في ناس زمالك. نفس الحل السيسي. كان خامة كويسة. الناس كلها كان بتجري وراءنا. حتى كنت بكلم عليه من ناعم نجوم المستقبل. لما كان ملعب في في بيبسي. كان نادي الاهلي عايزه قبل ما يروح الجيش. صح. فالآ المرضود من الاتنين في الوقت الحالي. مش ده اللي كان جماهيرنا الزمالك متعشمة فيه. يعني. اه بالضبط. كان لازم يبقى فيها حسن منك. يعني ربنا يوفى النادي لازمالك بيزن الله في البطولة. كابتل عبدالله شرفت ونورت. كالعادة يعني. حبيب. كابتل حسن نورت الدنيا. شرف الله يا كلمة. حبيب كالعادة. شكرا جزيلا. احنا لسه مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل. شرفني ونورني محمد جمال نتكلم شوية ارقام وتحليل عن مواجهة اليوم ومواجهة الاهلي والكوتن الكاميروني. يا لنبا حضراتكم مرة اخرى شرفني وانورني كالعادة صديق العزيز محمد جمال. جيمي مشرف. حبيب كلمة. افضلت انا موجود معك كالعادة. كله حل. الحمد لله. النهار ده في المقدمة كنت بتكلم عن علي معلول. وقلت لما جيمي يخش هيشاركني الرأي اعتقد يعني وقلت يا ربي يشاركني الرأي. بس ديته سيجمان تلوحده النهار اللي معلول حالة في النادي الاهلي. عشان ما كررش الكلام. تتفي ولا تختلف ان علي معلول. انا قلت فرقي يعني. ان هو واحد من اعظم لعيب النادي الاهلي على مرة التاريخ. مش مجرد واحد من اعظم محترف النادي الاهلي على مرة التاريخ. تتفي معك مليون في المية. مليون في المية. عالي معلول. رجل زهير ايصر بدأ مسيرته من 13 الى 14 سنة مع السفاقسي وبعدها مع النادي الاهلي اللي عب في نادي جماهي الكبير. وعالي معلول يا كريم لما تيجي تبص على ارقام علي معلول واسهاماته الهجومية. سواء مع السفاقسي. والعيب يحافظ على هذه الاستمرارية بمتوسط 14 مساهمة في اهداف بالصناعة او التسجيل لمدة 14 موسم. ده رقم خرافي. سواء ما تيجي تتكلم على ظهير ايصر. 14 مساهمة كمتوسط على مدار 14 موسم. والاستمرارية. لما يصل علي معلول النهاردة بصناعته الهدفين امام القطن الكاميروني. لمتين هدف على صعيد التسجيل او الصناعة. سبعة وسبعين جول. سبعة وسبعين جول مع الاهلي وسفاقسي. و123 صناعة في مسرته مع النادي الاهلي. يجب يتقال عليه انه مش بس احسن محترف في تاريخ النادي الاهلي. مش بس انه من احسن اللاعبين في تاريخ النادي الاهلي. لا هو من احسن اللاعبة اللاعبة في مركز الظهير الايصر. اللي دخلوا مصر عموما. محليين واجانب. ومن احسن اللاعبة اللي لعبت في المركز ده. فافريقيا كلها تاريخية. في مركز الظهير الايصر. الارقام بتقول كده. مش بس دي وجهة نظر فنية. الاستمرارية على مدار 14 موسم مع ندي الام السفاقسي. لمدة سبعة سنين. ويصل انه يكون كابتن فريق نهاردة وواحد من كابتن النادي الاهلي. ويصل في عمر الثلاثة وثلاثين سنة. لهذا النضوج. وهذا التأثير. علي معلوم. ايه دي الارقام ان انت قلتها. اه. ده ده جزء من الارقام طبعا. نجيب اللي بعدها. ليه امتن وثلاثين مباراة. تخيل في امتن وثلاثين مباراة يا كريم. عامل مية وتمانية هدف على على صعيد التسجيل والصناعة. واصل لمعدل يقترب من نص جول في المباراة. في مهاجمين. ما بيعملوش الارقام دي. معدل الاسهم ده. مع صفاقس مية وتمانية وتمانين. سجل سبعة وتلاتين. صنع تلاتة واربعين. يعني بنتكلم على تمانين جول في مية وتمانية وتمانين. يقترب ايضا من نفس النسبة. فانا بكلمك مش بس كل الارقام العظيمة دي. الاستمراري. اربعة عشر موسم. ما بين الصفاقسي والنادي الاهلي. ودي ارقام علي معلول. مع كمان مع منتخب تونس. الارقام اقل شوية. اتناشر جول. سجل اتنين وصنع عشرة. اجمالا. ميتين هدف. النهاردة بيحتفل علي معلول. بميتين هدف اسهام. في ميتين هدف خلال مسرته. الكروية. لعيب. مفيش كلام. يوفي علي معلول. قيمته. وحقه. سواء مع النادي الاهلي او مع منتخب تونس. او حتى مع الصفاقسي. بص كمان نروح بقى للمباراة كريم. وتأثير علي معلول في المباراة. والحالة اللي كان علي معلول في المباراة الجرافك بتاع علي. نجيب الشرطة تعالى. علي معلول النهاردة يا كريم. الحل لما نتكلم بقى ونشرح بعديها الحلاب بقى بطريقة لعب كولر. هو المفتاح. ودايما ويبقى شوف كولر منتكلم على ان كولر خلق حالة ناحية اليمين. لأ كمان ناحية الشمال الطبيعي. ده الديفولت بتاع علي معلول. ده العادي بتاع علي معلول. نتكلم نهاردة. ثلاث فرص غير صناعة هدفين. لانه كان عنده البري اسيست كمان بتاع الجول التالت. تمريرات النهاردة 98 تمريرة من 117 تمريرة. وخلينا اقول لك استخلاص الكرة تمانية. خلينا اقول لك على حالة كمان. علي معلول نهاردة يا كريم. في رقم مبهر. في رت القطن الكاميرون نهاردة لمست الكرة 180 مرة. تخيل علي معلول. علي معلول. لعب واحد. في المباراة. اللي اتغير. اللي اتغير مكانه. وتلعب في الهف في الشط التاني. لما لازم محمد أشرف. لمس الكرة 136 مرة في ماتش واحد. لوحده. لوحده. الادن عمل 180. 180 لمسة للكرة. وتمريرة للكرة. في المباراة بالكامل. علي معلول منفردا. 136 تمريرة. بنمثل الرقمين. عشان الناس تعرف. هو الرجل دا كان بيارف. فالاهل كان باني كل حاجة عن النهاردة. وباني كل حاجة في طريقة لعبه. وازاي بيب منتريت. وانه منجهز الحالات بتاعة الهدف الاول. وانه هل الاهل النهاردة جاب جول. واللقطة الاستثنائية بتاعة محمد شريف اللي هنتكلم عليه لوحده. رقمي. اللقطة الاستثنائية بتاعة محمد شريف. هل كان والدت الصدفة. تعال نشوف. بصها كريم. دي لقطة الهدف. بعد البنتريشن. وإيه لما عدى. وازاي تخلق طول الوقت. تعالي معلول بالأوفرلاب مع طهر محمد طهر. زاي تخلق طول الوقت. مواقف واحد على واحد لطهر. اللي قدم مباراجة هيدا جدا النهاردة. ويعدي طهر التأخيرة بتاعة محمد شريف. محمد شريف لما بيمركز. بيبقى احسن كتير من الحالة اللي كان عليها الفترة اللي فاتت. خد الخطوتين اللي وراء بعد ما دخل. ودي دايماً كنا بنتكلم هنا يا كريم على الكاتباك وعلى طريق الكولر اللي بيحفظها لكل المهاجمين في التمرين. المكررة. المكررة. داخل خد الخطوتين وراح راجع لورا. وراح تتكمل. بخش على الفريم اللي بعده. استلام ممتاز باليمين. تصوبة بالشمال. ممتازة. الانهاء ممتاز. دايماً كنا بننتقد محمد شريف يا كريم نتكلم. المردود اللي بنشوفه بنطلع نتكلم عليه. الرجل النهاردة. لعب. جات لكورة. تعامل معاه بشكل ممتاز. بشكل الطبيعي بتاع مهاجم النادي الاهلي. الطبيعي بتاع محمد شريف. لما بيكون في حالته. وسجل بيه. الطريقة دي. كمل فريم اللي بعده. الحالة والتصويب بشكل ممتاز. طبعاً. انه الكاتباك وتعملت وانه فيش ضغط عليه. خلى صورة. اسهل. اسهل واجمل. طيب. روح للحالة اللي بعديها على طول. تكرار نفس موقف الواحد على واحد. اللي بيتخلق لعالم علول عشان يعمله مع طاهرة. اللي كان مركز عليه كله الر نهاردة. اتعامل التاني. القاطعة بتاعت محمد شريف. والقطعة بتاعت تاو ناحية التانية. لكن في الكرة دي محمد شريف كمل هاترفريم اللي بعده. هاترفريم اللي بعده كمان. اهي الكرة دي دخلت دخل المدافع في اخر لحظة. بكيتشفها دقة كبيرة من طهر محمد طهر. نفس كرة الجل بالملي. نفس الكرة طاهر لشريف. شريف قاطع القريبة. وتاو قاطع على البعيدة. الحالة اللي بعديها. نفس القص بتخلق موقف واحد على واحد. كمل. كمل. هاترفريم اللي بعده. بتخلق موقف واحد على واحد. هنا طاهر. ملاقاش حد قطع له جوة التمنتاشر. فقرر ان هو يدخل ويكسر لجوة. ويشتغل التركيز كله النهاردة كان عجبها الشمال. ازاي تخلق مواقف فردية الواحد على واحد. ازاي تشغل الناحية اللي فيها طهر محمد طهر. طهر كان بقاله فترة في النحية اليمين فبقاله ام какую لعب مطشين في نحية الشمال? كان بقاله فترة بعيدة عن الحاسسية اللي لها بنحية الشمال. وان هو ما بيلعب بنحية الشمال هو لعب ايمن. فلازم اشتغل اكتر ما كان بيتشتغل على ناحية اليمين. فرجع تاني رجعت له الزاكرة تاني اقدم مباراة كبيرة جدا. وخلينا اقولك واهاي لايت على طهر محمد طهر دفعوا بشكل جيد عشان يقفلوا المساحات ويعملوا اوفلايننج بشكل جيد فطغر محمد طغر طبعا واحد من اهم العيبة الاهلي محتاجهم في مباراة ساندونز المباراة المحددة اللي اتكلمنا عليها في بداية التصفيات يا كريم دي التصفيب بتاعت طغر محمد طغر هتل الحالة اللي بعدها طيب لا ارجع اوه ماشي كمل 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 هنا ده الجولة التالت يا كريم الحالة بتاعت القندوسي القندوسي وهنتكلم عالقندوسي وحامدي وهم ليه النهاردة هم السلاح وهم الاتنين اللعيبة اللي نموذج مركز تمانية عنده مارس الكولر هنا بص القندوسي فين مكمل لحد فين وهجيب لك كرة الجول بتاعة القندوسي مكمل لحد فين وهجيب لك كرة حمدي فتح اللي حطها في العرضة حمدي واقف فين لعيبة مركز تمانية بيعمله البنتريشن لعيبة جناح واقف على أول منطقة الجزاء من اليمين لعيبة جناح التاني واقف على أول منطقة الجزاء من الاحة الشمال لاتنين مركز تمانية بيخشوا يبقى رأس حربة تاني ورأس حربة تالت مع الفرود اللي موجود سواء محمد شريف او شادي ده اللي بيعمله وكان شغال عليه مرسل كل الفترة اللي فاتت فلقى ضلته في القندوسي وحمدي فاتح حمدي كان بيعملها لوحد ولما شفناه في ماتش الزمالك وفي اكتر مباراة لكن ترجع المعدلات البدنية والاجهاد اللي كان موجود الفترة اللي فاتت اضطرت انك ترجع حمدي المناطق وعشان ديانج متأثر جدا بحالة الاجهاد اللي عليه فاتت رجع حمدي وراء بيعملش الأدوار اللي هو مية النهاردة شفناه تاني المباراة اسمح المنافسي اسمح الزيادة بتاعت قندوسي من ناحية الشمال والجبهة اللي كانت معقوله لحية الشمال هنا نفس قصة الجبهة اللي كانت معقوله لحية الشمال طهر فتح من ناحية الشمال تماما علي معلول داخل انسايد داخل معاه قندوسي داخل معاه مكمل معاه الكرة هاتي الفريم اللي بعده لان كل اللعيبة راحت كل اللعيبة راحت عنيها مع علي معلول لان علي بالمناسبة كان من هنا ممكن يسجل. علي كان ممكن يحطها. وهو عنده قرار بالتسجيل. لكن علي خد القرار الناس كلها مش فتنية. حطت الكرة بالعرض. هات الفريم اللي بعده لرقفة خليل. اللي تعامل معها بشكل جيد. وخلني اقولك ان رقفة خليل من اللعبة. وحنا اقولك كلام ده هنا يا كريم. ان رقفة خليل من اللعبة اللي الرجل بيفضلها جدا. وشايف من اللعبة القليلة في العناصر صغيرة السن. اللي هتاخد فرصة مع النادي الاهلي. قلت لك ممكن مشكلة رقفة انه المكان ده زحم. لما كان حسين بيلعب. متاو بيلعب. وطاهر بيلعب. ولسه كريستو. ولسه كريستو. فوجود رقفة. وجود رقفة في المكان ده. نظرا لقناعة الراجل بيه. وحالة الاصابات اللي موجودة في النادي الاهلي. فخلت الراجل يبقى موجود وهو مقتنع بيه اكتر. شوف هو مسجل من اليمين يا كريم. مش بالشمال. ومقتنع بيه في الشمال. انت قلت لي في حالة كمال الحمدي فتحي هتلي بقى حالة كمال. هتلي بقى الجول بتاع الخندوسي. وبعد دي حالة حمدي فتح على طول. قريك المكانين الراجل طالب. بصها كريم. هنا انت لما تيجي تبص. بص الكروس هيتعامل من عالم علول. بص خندوسي قطع فين. قطع في مكان الفرود. قطع في مكان الفرود على العرضة القريبة. ده الدور والتكلفات اللي الراجل طالبها من لعبة مركز تمانية. الاتنين لعبة تمانياتها كريم. علشان قلت الكسافة اللي جميع في المباريات السابقة. تحديدا في مبارات الهلال السوداني. مبارات الدخلية. الاتنين لعبة تمانيات. سواء حمدي او كندوسي تحديدا السنائي ده. عشان جدا اللي بقولك الرجل هيعتمد على السنائية دي كتير. الاتنين يكملوا واحد من ناحية الشمال واحد من ناحية اليمين. يبقوا عندي كسافة وجمية بتلاتة على الاقل في الجزء الهمامي. من غير ما يزيد هاني ومعلوم. من غير ما يزيد الزاهرين. فكمل هاتل الفريم اللي بعده. دي كرة الرجل دخل قطع على القريبة. خد الكرة. وهرجع واقول لك. هتشوف بقى. هتعرف من اللعب اللي ق قطع ولا ده كريم؟ حمدي فتح. ده حمدي فتحي. الاتنين لعبة مركز تمانية. هم اللي قطعين اتنين فرودة جوا التمنتاش. طيب. كمل. وقت الحلقة اللي بعديها بتاعت حمدي طبعا الكرة تم التسجيل الرجل القطع على القريبة حطها بشكل ممتاز. يعني ولا احسن فروت. هتبقى الكرة اللي بعديها بتاعت حمدي. بص حمدي موجود فين. كرة دي كروس من محمد هاني على الارض. الرجل جات له من ناحية الشمال. خدها لتحطت لحمدي حمدي حطها جات في القائم. كمل هات الفريم اللي بعده. انا اللي يهمني هنا مكان تواجد حمدي فتحي. للمرة التانية في نفس الشوت. خندوسي بيقطع على القريبة وبيسجلها جون. حمدي بيقطع على البعيدة او من ناحية اليمين. فكان الادوار اللي وقدينها هو ده الراجل كان بيعملها الاول. كان بيشتغل على الضغط من فوق. بعدين بطلق يزود ويطور من القصة دي. انه بدل ما بيعمل الضغط من فوق بقى حمدي سلاح جديد. بيدخل جواه التمنتاشر. النهاردة بنتكلم على الاتنين. لعيبة بتاع مركز تمانية. الاتنين ب ويخشوا الاتنين في اماكن معينة. مفي الزحمة. مفيش اوفرلاف في الادوار. طبعا. مكسب كبير ونموذج على تنفيذ الاربعة تلاتة تلاتة. بوجود الكندوسي. الحمد الفاتح. طبعا. قبل ما تقولي هلا نروح لفاصل. يلا بينا. نكون حضرناه. يلا. بعد الفاصل نواصل تحليل رائع كالعادة مع جيمي. خليكم معنا. يا عرب بحضاتكم مرة اخر استف شرافني والنوارني محمد جمال. طب جيمي قلت لي قبل الفاصل انك هتقولي على حاجة مهمة عن شريف. و رشيت شوية حاجات كده. وشفت كثير من المفاجآت. اه في ارقام ارقام يمكن. هي ارقام بالنسبة لبعض الناس. وبالنسبة للمردودة. عشان ما نبقى ماشيين بنفس النصق. ونبقى مردود شريف الفترة الاخيرة. متراجع بشدة. وانتقدناه على ده. لكن رقميا. خلينا اقولك. ارقام صادمة يا شريف. اه كريم. على شريف. رقم واحد. انه. اسرع لعب في تاريخ النادي الاهلي. يصل لخمسين هدف. مع النادي الاهلي. فهو محمد شريف. اه. تاني اسرع لعب في تاريخ الدوري المصري. يصل لخمسين هدف. هو محمد شريف. النهاردة محمد شريف بيتجاوز العديد من الاسماء العظيمة في تاريخ النادي الاهلي. منه كابتن محمد رمضان. كابتن طايرة بوزيد. بل بيتجاوز نجمي الزمالك. اللي ابرازهم طبعا. كابتن عبد الحليم علي. يسبقوا لعب واحد في تاريخ نادي الزمالك الافريقي. مثلا. كابتن جمال عبد الحميد بستاشر هدف. النهاردة بيصل لتلاتاشر هدف محمد شريف. محم يستر اسمه في تاريخ النادي الاهلي وتاريخ الكرة الافريقية ومساهماته في تاريخ الاندية. النادي بيصل للمركز الرابع على صعيد دوري ابطال افريقيا من ثلاث نسخ بس. الرابع في تاريخ النادي الاهلي. على صعيد دوري ابطال افريقيا. لانه في دوري ابطال افريقيا وفي المشاركات القرية. القرية هو موجود من النسخة الماضية في عال عشر لعبيد. النهاردة احنا بنتكلم ان هو موجود في المركز الرابع على صعيد المشاركين في دوري ابطال افريقيا في صفوف النادي الاهلي على على مدار التاريخ. محمد شريف النهاردة يا كريم بنتكلم على أنه الراجل معدل إسهاماته في كل مبارياته مع النادي الأهلي. هو هدف الجيل الحالي كمعدل في النادي الأهلي. محمد شريف النهاردة يا كريم بيصل مع النادي الأهلي. مع النادي الأهلي قارية لـ 14 هدف. في دورة أبطال أفريقيا لـ 13 هدف. ويواصل تصطير اسمه في التاريخ. هايا. قبل ما اقتن فيه الشغال في منتهى الأهمية. طيب. ما موقف غيابات النادي الأهلي من مواجهة سانداونز يوم السبت اللي جعلت. غيابات النادي الأهلي عديدة. حسن الشحات محمود متولي خارج مبارات سانداونز وخارج مبارات المقاولون. ليه كده؟ حسن الشحات. حسن الشحات محمود متولي. دول خلاص. حسي ما أمره. ماشي. طيب. اللي أنا هقول لها سميم دول خارج مبارات المقاولين ويتعمل لهم تيست بعد مبارات المقاولين. لكن الأقرب هو اللي حقهم في مباراة Sun tenho o know محمود عبد الملايب الكهرباء خالد عبد الفتاح و أحمد عبد الابدung الثلاثي ده قريب جدا أنه هم يكونوا عشاء الله موجودين مع النادي الأهلي في مباراة sun down خالد عبد الفتاح محمود عبد الملايب الكهرباء الثلاثي ده بالأن شاء الله موجودين عظيم فد قبل ما تقفل لازم أقولك أنه مجلس دارة النادي الأهلي وعد كولر وعد مهم جدا جدا وعدك المفروض أنه سيتنفذ بداية من مباراة سانداونز لكن إقامة بطولة أفريقيا في مصر خلال الفترة الحالية حالة دون إقامته النادي الأهلي لن يلعب مجددا على الأقل أفريقيا ومعظم مباراةه في الدوري على ملعب استاد السلام النادي الأهلي بداية من مباراة الهلال السوداني في القاهرة آخر مباراة للنادي الأهلي في القاهرة قدم وعد صريح لمارس الكولر أن النادي الأهلي كل مباراةه القادمة ستكون على استاد القاهرة بعدما توصل النادي الأهلي لصيغة اتفاق مع إدارة استاد القاهرة مسؤولي إدارة استاد القاهرة أن النادي الأهلي كل مباراةه القادمة ستكون على استاد بداية أفريقيا من مباراة الهلال السوداني نهاية الشرقة جيمي بيحب الوجبة كاملة الوجبة الداسبة تحليل ماشي معلومات ماشي كل حاجة ماشية جيمي شرفته نهارتك العادة كالعادة ممتعة شكرا جزيلا ده كان ختام حلقتنا النهاردة من رقم عشرة يارب تكونوا استمتعتوا معنا أشوفكم يا رب